السلام عليكم ورحمة الله إخواني الله فاضل أينما كنتم حياكم الله نحن اليوم الأحد 14 أبريل 2024 والساعة العاشرة و34 دقيقة مساء بتوقيت الجزائر وهذا حديثي إليكم مباشر عبر اليوتيوب وعبر تيك توك وعبر الفيسبوك أزل في لون إخواني حياكم الله أينما كنتم حديثي إليكم اليوم يتطرق إلى ثلاث مواضيع رئيسية الموضوع الأول هو الهجوم الإيراني أو دعنا نتحدث في الموضوع الأول عن غزة كما تعودنا وإن كان راح يكون باختصار حتى نركز على الموضوع الذي استجد وطرأ وهو حديث العالم أجمع وهو الهجوم الإيراني غير المسبوك على الكين الإسرائيل والموضوع الثالث سنعود فيه إلى الجزائر لهذه الخصومات المتجددة أو المؤامرات كما وصفتها رئاسة الجمهورية أو هكذا يسمونها المؤامرات التي تحاك في بعض الموضوع في بعض الموضوع منها تحدثوا عن موضوع البطالة وقالوا أن المنحة البطالة مستمرة لا يوجد مشكلة وأن هذه كلها إشاعة لكنهم تحدثوا على مؤامرة هنا مؤامرة يعني أنها صراعي تجدد مرة أخرى بين العصابات قد نتطرق إذا سمح الوقت أيضا بطاعة الحال سنتطرق إلى الفيضانات بعدما سقطت أمطار في بعض المدن في الجنوب تحولت كثير منها إلى كوارث دائما هذه النعمة نعمة المطر عندما تنزل في الجزائر في غالب الأحيان تشكل هاجس وأحيان كارثة للسكان هذه المرة عدد هائل من مدن وقرى الجنوب تأثرت بعد سقوط الأمطار طبعا الجنوب الناس تحتاج الأمطار وتنتظرها بفر الصبر لكن عندما سقطت كانت كارثة على الكثيرين وسنتحدث أيضا إذا سمح الوقت عن موضوع مرة الماضية تحدثنا عن المشاكل العشر على الأقل ذكرت حوالي عشر مشاكل كبرى في الجنوب خاصة في أقصى الجنوب واليوم رح نتكلمه على حل إذا شئنا أو اقتراح لحلول لبعض هذه المشاكل سنبدأ بالمشكل الرئيسي أو مشكل أساسي وهو مشكل التجنيس سنرى إذا ما أمكننا كل هذا الأمور في هذا اللايف لا أريد أن أتجاوز ساعة ونص ربما يتكون ساعة ونص أو ساعة ونص شوية وعموما سنلتقي خدا بإذن الله إذا في الأمور الأخرى التي لن تكتمل اليوم في غزة استمر التواحش لكن هذه المرة الـ 24 ساعة الماضية كان فيها عدد الشهداء بإذن الله عدد القتلى نحسبهم شهداء بإذن الله والجرحة أقل من المعتاد لأنه باختصار بسيط لماذا؟ لأن الكاين صهيوني كله كان في حالة طوارئ في انتظار الهجوم الإيراني الذي تم فالتواحش مستمر والقتل مستمر ولكن كان محدود مقارنة بالأيام الماضية والأسبوع الماضية والأشهر الماضية لحد الآن تجاوز عدد القتلى الذين تم إحصائهم اسما باسما 33 ألف والجرحة 75 ألف وهناك آلاف آخرين من القتلى شهداء بإذن الله ما زالوا تحت الركام وتحت الردم من هذا التواحش الصهيوني لكن أهم ما في موضوع غزة اليوم هو رد حركة المقاومة رد المقاومة رد حركة حماس في المفاوضات آخر الردود خلينا نشوفوا ماذا جاء في آخر هذه الردود طبعا هناك رد هناك رد ثم رد مقابل ورد عملية تفاوض عصيبة جدا صعبة جدا معقدة جدا الكيان الصهيوني منقسم حولها نتنياهو يريد تأجيلها وتأخير المفاوضات هذه لأقصى حد لأنه يريد أن تستمر الحرب آخرين معه في مجلس الحرب خاصة غانس وعايزنكورت يعتقدون من أنه لا يريد استرجاع الرهائن إنما استرجاع استمرار الحرب بعض قيقادة المصاد والشاباك انتقدوه بشدة وقالوا أنه يعطي الوصول إلى حل طبعا أهالي الكيان أهالي الأسرة من الكيان هم أيضا منزعجين جدا مظاهراتهم مستمرة لا تتوقف حتى أمس وهم ينتظرون في الهجوم الإيراني كانوا يتظاهرون صحيح قدعوا مظاهراتهم مبكرا مقارنة مع ما تعودوا لكن كانوا يتظاهرون وكانوا يقطعون الطرقات وكان هناك أيضا تنكيل ببعضهم واعتقال لبعضهم رد إذن الحماس جاء اليوم آخر ردود يعني وكشفته الجزيرة التي قالت أن مصادر قالت لها بأن الرد تضمن أن يكون هناك ثلاث مراحل تمتد كل واحدة 42 يوم واشترطت في المقاومة اشترطت في انسحاب القوات الإسرائيلية إلى محاذاة الخط الفاصل في جميع المناطق في المرحلة الأولى طالبت بعودة النازحين لشمال القطاع وضمان حرية التحرك في جميع مناطقه أيضا اشترطت الإعلان عن وقف اطلاق النار الدائم في المرحلة الثانية قبل البدء بتبادل الأسرة مطالبة أيضا بانسحاب القوات الإسرائيلية خارج قطاع غزة في المرحلة الثانية أي إلى الخارج تماما وعرضت بأن يكون هناك مقابل كل أسير مدني إسرائيلي أن يطلق ثلاثين من الأسرة الفلسطينية ومقابل كل مجندة أسيرة أن يتم إطلاق خمسين أسيراً فلسطينياً من بينهم على الأقل من الخمسين ثلاثين محكمين بالمؤبد طالبت برفع العقوبات التي تم اتخاذها بحق جميع الأسرة الفلسطينيين هناك كانوا حوالي ستة ألاف إلى سبعة ألاف أسير قبل سبعة أكتوبر طبعاً أضيف لهم عدة ألاف من الضفة الغربية ومن قطاع غزة بعد سبعة أكتوبر طالبت إذن المقاومة بأن تعاد لهم حقوقهم التي كانت لديهم في السجن وأكدت أن تشمل المرحلة الثالثة التزامها بإنهاء الحصار وبدأ عملية إعادة الإعمار أيضاً أكيد أنهم في المرحلة الثالثة كانوا سيتحدثون وإن كان مش مذكورة هنا لكن يتحدثون فيها على الأسرة الجنود من الذكور الإسرائيليين مقابل أسرة فلسطينيين آخرين لكن لم تذكر هنا مستغرب لأن هذه نقطة بين النقاط والمفروض أنها تكون في المرحلة الثالثة لكن لم تأتي على الأقل فيما قرأت هنا ربما كنتفاصيل لأن هذا الموضوع جديد بعض الجهات الإسرائيلية قالت من أن المقاومة الفلسطينية طبعاً يسمعون المخربين والإرهابيين إلى آخره أو في أفضل حالات يقولوا حماس قالوا من أنها ستتشدد بعد الهجوم الإيراني لأنها تعتقد أن الهجوم الإيراني قدم خدمة للمقاومة وهي إظهار مرة أخرى إظهار أن هذا الكيان ممكن الهجوم عليه وأنه أن هذا سيفاقم أيضاً ربما الخصومات في الداخل إلى آخر هذا كان رد إسرائيلي أو كان تعليق إسرائيلي على الموضوع طبعاً هناك تعليق إسرائيلية أخرى أيضاً همت نتنياهو شخصياً بأنه لا يريد في الحقيقة تبادل الأسرى أو استرجاع المخطفين كما يسمونهم أو الرهائن لأنه باختصار بسيط يريد أن تتواصل هذه الحرب إلى أطول فترة ممكنة يريد على الأقل أن يصل بها إلى الانتخابات الرئاسية الأمريكية وهو يتوقع كما يتوقع الكثيرين أن يفوز ترامب بهذه الانتخابات وترامب سيكون أكثر ملاءمة له من بايدن برغم أن الولايات المتحدة بدونها تضح منذ 7 أكتوبر أن بدون الولايات المتحدة هذا الكيان لن يستطيع أن يستمر كل ما كان يقال عليهم من رضع وتسلح وأقوى جيش في المنطقة ومخابرات استثنائية إلى آخره تضح في 7 أكتوبر أنها ليست كذلك وأنه يعتمد اعتماداً أساسياً على المخابرات الأمريكية كما يعتمد اعتماداً أساسياً على السلاح الأمريكي على الإعلام الأمريكي على الدبلوماسية الأمريكية على الضغوط الأمريكية على الغواصات والبورج الحربية وحاملات الطائرات الأمريكية أنه في الحقيقة في نهاية المطاف ليس إلا محمية أمريكية برغم كل ما لديه هذا أكيد أن لديه الكثير من القوة المادية والعسكرية ولكن 7 أكتوبر أدت إلى انهيار جزء رئيسي أساسي من قوة الرضع كما خلقت إشكالات كبيرة صحيح مرات بعض الناس ما يفرقوش ما بين قتل المدنيين ويعتبرون أن ما يحدث في غزة كارثة مطلقة وبعضهم حتى يقول لك أن المقاومة تسببت فيها نحن نعرف أن الإعلام المتصهين آربيا يقول هذا الكلام لكنهم لا يفرقون في الحقيقة بين أن إسرائيل تستطيع أن تقتل كل الفلسطينيين مش فقط حوالي 110 ألف ما بين القتلى والجرحة تستطيع أن تقتل كل الذين في غزة وكل الذين في الضفة الغربية يعني لديها من الأسلحة ما يمكنها من ذلك القضية ليست هنا القضية هي عندما تعجز بعد اللي يمرنا في اليوم المياه 91 بعد أن تعجز بعد المياه 91 تستمر المقاومة ها هو ما يعتبرونه الكثيرين بما فيهم إسرائيليين بما فيهم صهاينا أمريكيين وغربيين يعتبروه هزيمة استراتيجية في اللايب الماضي كنا شفنا كيف أن توماس فريدمن اللايب قبل الماضي كنا شفنا كيفاش أن توماس فريدمن وهو يهودي أمريكي صهيوني من أشهر الصحفيين الأمريكيين يتحدث عن أن إسرائيل تخسر وتخسر على المدى البعيد تخسر استراتيجيا وأن هذا سيكون فيه مخاطر كبيرة على هذا الكيان وهو طبعا يحمل نتنياهو جزء كبير من المسؤولية ويعتبر ذلك من التطرف الصهيوني خاصة بالصهيوني الدينية المتحلفة مع نتنياهو إذن جاء الرد المقاومة والرد الأولي أيضا الذي كان من عند المصاد والأجهزة الأمنية الإسرائيلية قالوا من أنه رد سلبي وأكيد إذن كان فيه احتمال كبير جدا كان فيه توقع كبير جدا أن يكون هناك اتفاق مع أيام العيد الأربعاء الخميس الجمعة الماضية كان الأسبوع الماضي كان فيه احتمال كبير الأمريكيين دخلوا بكل ما لديهم من قدرة على الضغط زايد المصريين زايد القطريين زايد جهات متعددة بش يكون فيه اتفاق لكنه لم يحدث ويبدو أننا نبتعد عن الاتفاق قد تحدث تطورات مثلا اليوم أعلنوا في الكهن الإسرائيلي من أنه كان هناك تاريخ للهجوم على رفح رفح وينمتواجد اليوم أكثر من مليون ونصف فلسطيني كما تعلمون وتعتقد وهي في جنوب غزة محاذية لمصر ويعتقد نتنياه ومن معه بأن هناك ما زال هناك أربعة إلى خمس كتائب للمقاومة وأنه يجب أن يقضي عليها حتى يتحدثون على نصر وكانت هناك ضغوطات غربية وأمريكية أساسا وغربية عموما بأن لا يتم هذا لأنها ستكون كارثة فقط أريد أن أقول لي سمحوا لإخواني اللي يرهم على الفيسبوك وعلى التيك توك لأنه يجب أن أتوجه إلى جهة معينة فأنا متوجه إلى اليوتيوب حيث يوجد أكثر الأغلبية العظمى من المتابعين فأنتم تنظرون أن ننظر إليكم الجانب فعذرنا على ذلك إذن تأجلت قضية الهجوم على رفح هل هذا جاء نتيجة من النتائج الأولية للهجوم الإيراني؟ أم أن الضغوطات الأمريكية جابت نتيجتها خاصة أن الأمريكيين هم اللي حماوا إسرائيل أمس من الهجوم الإيراني؟ يعني هم اللي لعبوا الضوء الرئيسي في حماية إسرائيل هذا كل سنراه في الأيام القادمة لكن الأكيد أن رد المقاومة بالنسبة حتى للأجهزة الأمنية التي كانت تريد أن تصل إلى اتفاق يعتقدون أنه رد سلبي بالنسبة للمقاومة طبعا الأمر واضح بالنسبة إليها وهو أنهم لا يريدون أن يصلوا إلى اتفاق بمقتضاه يسترجع الكائل الإسرائيلي الأسرع أو ما يسميه الكائل الإسرائيلي بالمخطوفين ثم يعود لتدمير ما بقي في غزة وللقتل في غزة يريدون أن يجعلوا من هذه المفاوضات بحيث أنها في النهاية تؤدي إلى وقف كامل لإطلاق النار طبعا فيه تقنيات متعددة يتحدثون عنهم ويتحدثون الآن عن الثلاث مراحل الأمريكيين كانوا يتحدثون على مرحلة واحدة من ستة أسابيع تتوقف إذن تكون هناك هدنة مستدامة كما سمّوها وثم تعود بالنسبة للمقاومة هذا غير مقبول مقاومة بالنسبة إليها هذا غير مقبول أن يعود الكيان للقتل والتدمير بحيث أن يجب أن يصاحب إطلاق الأسرى الإسرائيليين أن يكون هناك في النهاية وقف لإطلاق النار ثانيا أن يعود الناس إلى غزة وشمال غزة أساسا وأن يتحركوا غزة المدينة وشمالها وأن يتحركوا فيها بدون أي اشتراطات ثالثا أن يخرج ما بقي من الجيش الإسرائيلي داخل غزة إلى خارج غزة إلى فلسطين المحتلة التي تسمى إسرائيل رابعا أن يتم إطلاق أكبر عدد ممكن من الأسرى الفلسطينيين طبعا موضوع المساعدات والإغاثة هي في حقيقة ليس مساعدات هي الإغاثة التي تصل إلى المدنيين أن تكون أيضا بشكل واسع وفي النهاية يعني يتوقف التوحش الصهيومي بعض الناس مرات ربما البعض منهم له الحق ربما يطرحوا بحسنية مش شرط دائما بسوء نية يقول لك إذا راهم يتفاوضوا إذن علاش بدأوها علاش بدأوها علاش داروا 7 أكتوبر إلا راهم حابين تتوقف الحرب وراهم يتفاوضوا باش تتوقف الحرب وباش يتدخل المساعدات وباش يجعوا الناس للشمال يعني راح نرجعوا إلى 6 أكتوبر وما قبلها يعني لما قبل 7 أكتوبر إذن لماذا قاموا 7 أكتوبر طبعا كما قلت كاين الناس اللي على حسن يطرحون هذا وكاين طبعا الناس على خبث كبير الفرق وأنا هنا أتوجه للناس اللي حسنية لأن الخبثاء هؤلاء لن تستطع تغير رأيهم لأن حساباتهم معروفة الفرق هو أن 7 أكتوبر كان كما سموه فيها فيلسوفة أمريكية من أصول يهودية قالت نستطيع أن نقول كل شيء وأن ندين هؤلاء وأن نسميهم إرهابيين لكن 7 أكتوبر كانت عمل مقاوم عمل مقاومة شعب يخضع للاحتلال فيقاومة الأمين العام لأمم المتحدة اللي شن عليه الكيان الإسرائيلي وبعض القريبين من الكيان هجوم عنف جدا قال في البداية بعد عشرة أيام بعد أسبوع من 7 أكتوبر قال إن 7 أكتوبر لم تأتي من فراخ 7 أكتوبر اللي قاموا بها هو لكي يلفت انتباه العالم أجمع أن هناك شعب تحت تحت الاحتلال منذ 75 عام تحت القهر تحت التعذيب تحت السجون تحت القتل تحت التجوية تحت الحصار وفي هذا الوقت كان واحد مثل بن سلمان يريد أن يذهب إلى التطبيع وأن يطبع وتلتحق به كثير من الدول الإسلامية الأخرى في هذا الوقت كان نظام المغربي والإماراتي والأردني والمصري قبلهم والبحريني وقعوا اتفاقات وأصبحوا أصحاب وأحباب مع الكين الصهيوني فالفلسطينيين إذن قاموا 7 أكتوبر ليس لأنهم أرادوا أن يقوموا به أو دماء أو لا هذا شعب تحت الحصار تحت الاحتلال الاستطام التعذيب القتل فقام أهل غزة بالانتفاض على هذا الوضع كما قال السفير يعني مرات أجانب يعني نيكاراقوا بعيدة على فلسطين بـ 15 ألف كم أو يزيد على الأقل بـ 12 ألف كم نيكاراقوا نيكاراقوا طبعا لإخذات ألمانيا إلى المحكمة العدل الدولية واتهمتها بأنها مساهمة في الإبادة ماذا قال المحامين يعني نيكاراقوا اللي بالمناسبة أغلقت سفرتها في ألمانيا ماذا قالوا قالوا إن الفلسطينيين من حقهم أن يقاوموا بما فيها بالسلاح هذا القانون الدولي يعطي لهم ذلك هذه نيكاراقوا الصغيرة في أطراف الأرض ترى ذلك ولا يراها بعض الناس اللي هما المفروض أنهم يشتركون مع أهل فلسطين في كثير من الأشياء بدايتها العقيدة والدين واللغة وأشياء أخرى كثيرة تجدهم يبحثون على مبررات لو عن المخابرات العصابة عندنا في البداية وأنا كنت سمعتها في بداية 7 أكتوبر كانوا الناس كثير من يقولوا لي رغم ينشروا في القهاوي وفي الشوارع وفي الأماكن يقولوا لماذا هذا ورحوا خربوا في إسرائيل ما يقدروا لهاش لماذا خربوا فيها هذا هو المنطق المتصهيم وإحنا لو كان المقاومين والمجاهدين والمناظلين سمعوا هذا المنطق المقلوب وكان رأي الجزائر ما زالت تحت الرونجيرس الفرنسي صحيح مش بعيدة عن الرونجيرس الفرنسي الآن أيضا لكن على الأقل تم تحرير الأرض صحيح هذه الأرض يتم العبذ فيها قضية استخراج الغاز الصخري وإعطاءه لشركات مما فيها الشركات الفرنسية مؤخرا إلى آخره يؤلم جدا لكن كاين وضعنا الآن تحت أي حساب أفضل بكثير من وضع الاستعمار على الأقل في بعض الجوانب بعض إخواني يقولون لي مرات والله لو كان جاء الاستعمار لو كان وجهناه مباشرة وكان يكون أفضل نعم أنا أعرف هذا الرأي وأعرف أن هذا الرأي أيضا صائب في كثير من جوانبه لكن يبقى أن الاستقلال كان شيئا عظيما يعني في نهاية المطاف برغم كل ما فيه وبرغم الردة التي حدثت خاصة بداية 1992 الحراف بدأ في 1962 لكن في 1962 لكن الردة الكبرى أن يصل كابرانات فرنسا إلى الحكم في 1992 كانت ردة كبرى وهذه رن ندفعه في ثمنها واليوم رنفي زمن كابرانات الكابران باش أعود إلى موضوع غزة إذن الصين السفير الصيني في الأمم المتحدة قبل حوالي ستة أسابيع قال وذكر حتى اللائحة نظن إلا أنا متذكر ذكر لائحة رقم 3360 قال أن هذه اللائحة اللي صادر على الجمعيات العامة إذا ذكرت جيدا قال بأنها تعطي الحق للفلسطينيين بأن يقاوموا بما فيها بسلح إذن المقاومة هي حق للذي يخضع الاحتلال في شرائع الأرض وقبلها في شرائع السماء خلاصة الأمر ما زال الأمر كما هو تأجلت قضية رفح قضية الهجوم على رفح الأمريكيين لا يريدون هذا الهجوم الغربيين عموما لا يريدون هذا الهجوم ويعتقدون أنه سيكون مدمر وأنه قد يؤدي حتى ليس فقط إلى قتل آلاف من الفلسطينيين ربما عشرات الآلاف مما يؤدي إلى ضعضعة وزعزعة استقرار الأنظمة الجواسيس خاصا النظام المصري والنظام الأردني لذلك يتخوفون جدا من الهجوم على رفح ويعتقدون أيضا أن الهجوم على رفح يؤدي أن يحقق نتنياهو ما يريد وهو أن تستمر الحرب ألا يتحقق بالنسبة للإسرائيليين استرجاع أسراهم ولذلك أعتقد أن الإعلان على تأجيل الهجوم على رفح الذي قد لا يأتي وقد يأتي سنرى في قادم الأيام تطورات جاء بعد أن حمت الولايات المتحدة ومعها بريطانيا وفرنسا قامت بحماية الكائن الإسرائيلي من الهجوم الإيراني الهجوم الإيراني وهنا ننتقل إليه الهجوم الإيراني الذي سمي بالوعد الصادق والذي انطلق أمس مساء تقريبا في حدود هذا التوقيت قبله بقليل حوالي ساعتين بحدود ربما ساعة الثامنة بتوقيت جرينيتش كما تابعتم طبعا علقت عليه مباشرة أمس كانت ما زلت الطائرات تتجه لإسرائيل كانت بعضها قاربت من الوصول ومرة أخرى مرت بعض إخواننا وهم محقين يقولوا لي رك تقول إسرائيل لا أنا طبعا لا أعتبر بهذا الكيان ونسميه الكيان الإسرائيلي الكيان الصهيوني الكيان الإجرامي كل هذه لكن أحيانا للتسهيل يعني يجي الكلام على ما هو موجود يعني هذا الكيان الإجرامي موجود ويسمى إسرائيل العنوانا أنا قلته عدة مرات فلما نقول كلمة إسرائيل ليس فيها أي اعتراف لا مني لا من غيري يعني ممن يؤمنون بحق الفلسطينيين في استرجاع أراضيهم واسترجاع وطنهم إذن في هذا التوقيت تقريبا قبل ساعتين هذا التوقيت كان نطلق الهجوم الإيراني مش رح نرجع إلى ما قلت أمس لكن رح نتحدث على ما حدث أو تداعيات اليوم أساسا أول حاجة قالونا بأنه كان الإسرائيليين قالوا أنه كان حوالي 350 ما بين سروخ ومسيرة وأنه انطلق من إيران كما انطلقت مسيرات مسيرات وسواريخ من لبنان واليمان والعراق وسوريا أيضا النقطة الثانية التي قالتها الأخبار وتحدثت عليها الأخبار هو أن الهجوم هذا بالرغم أنه كان هجوما كاسحا وغير مسبوق إلا أن تأثيراته المباشرة كأضرار كانت محدودة جدا إسرائيليين قالوا أنه لم يجرح إلا فتى من عرب البدو لموجودين في النقب وقالوا أنها فيه أضرار طفيفة لأحد المطارات الإيرانيين قالوا بأنه بالعكس تم تدمير قاعدة أساسية من قواعد التجسس مركز أساسي التجسس واللي فيه تكنولوجيا عالية في الجولان وأيضا تم تدمير إحدى القواعد العسكرية الأساسية لموجودة في النقب قرب مفاعل ديمونة وفيها طائرات الـ F-35 الإيرانيين قالوا بأنهم قاموا بهجوم شامل لكنه محدود ولا أنهم لم يريدوا منه الإضرار للاقتصاد أو للمدنيين أو أرادوا منه كسر قاعدة تبنوها ومشوع لها اللي هي ما يعرف بالصبر الاستراتيجي إيرانيين لم يردوا أبداً هذه أول مرة يردوا من إيران على الكيل الإسرائيلي اللي يضربهم أكثر من ألف ومئتين مرة منها ألف مرة أكثر من ألف مرة في سوريا عشرات المرات في لبنان عشرات المرات في إيران عدة مرات في العراق وفي أماكن أخرى نظام الصيون هذا أو الصهرين قتلوا إيرانيين في علماء في الخارج قتلوا مسؤولين كبار داخل إيران فجروا كثير من المراكز الحساسة بما فيها مراكز نووية طبعاً إيران ما زال ما عندهاش السلاح النووي ولكنها في إطار الذهاب إليه وأجلوا أخروا قضية حصول إيران على السلاح النووي نتيجة للتفجيرات والحرب لم تكن فقط حرب مادية مباشرة الحرب السبرانية أيضاً متبادلة ما بين إيران وإسرائيل إذن إيران لأول مرة بعد أن تم الهجوم على قنصليتها في دمشق في الفاتح من أبريل في الأول من أبريل الماضي ردت بعد 12 يوم ردت على ذلك الهجوم الآن الإيرانيين يقولون خلينا نشوف بعض المقتطفات هنا مباشرة إيرانيين يقولون من أنهم إذن انتقلوا من الصبر الاستراتيجي اللي تبناوه وهو عدم الرد من داخل إيران على الهجومات الإسرائيلية إلى الردع رح نشوف بعض المعلومات ثم نعلق لأنه طبعاً أيضاً هناك في هذا الموضوع هناك على الأقل ثلاث وجهات نظر فيما حدث رح نعلق عليها بعد ما نشوفوا المعلومات وبعد ما نشوفوا ردود الفاعل وزير الخارجية الفرنسي كان هناك مشاركة غربية أمريكية، فرنسية، بريطانية، أوردنية لم يذكر وجود الإمارات لكني لا أستبعد وجود الإمارات سنعرف الأيام القادمة لحد الآن لم تذكر الإمارات في الموضوع لكني شخصياً أعتقد أن الإمارات شريك رئيسي وهي أكثر بكثير من النظام الأردني في علاقاتها مع الكيان الصهيوني وقد تتبدل أيام فيما هو قادم من أنها شاركت نظام المصري هل شارك أو لم يشارك مش معروف لعرفين أن وزير الخارجية الصهيوني اتصل بوزير الخارجية المصري وتبادل معه الحديث على أمور كثيرة بما فيها تشكيل تحالف إلى آخره نظام السعودي هل شارك وإذا شارك كيف شارك لا أعرف ما زال مش واضح اللي واضح هو الأردني سنتحدث عليه فيما بعد من الجانب الآخر لمعلن هو أن هذا الهجوم اللي قام بتوقيفه أساساً أو بإسقاط السواريخ وطائرات الدرونز كانت هناك سواريخ باليستية سواريخ مجنحة وطائرات درونز سواريخ الباليستية هي الأخطر بطريقة الحال هذا اللي أوقف الجزء الأكبر من هذه المسيرات والسواريخ من الدرونز والسواريخ هي الولايات المتحدة الولايات المتحدة أسقطت جزء كبير منها في العراق طبعاً هذه السواريخ والدرونز انطلقت أساساً من إيران وإلى حد ما من لبنان ومن اليمن ومن العراق لكن كانت أساساً من إيران رح نشوف إذا سمحتوا أربما للناس لما تابعوهاش نشوفوا لحظة إطلاق السواريخ كيف أعلن الإيرانيون على إطلاق السواريخ صبروا معايا لأن فيها فيديوهات كثيرة جداً فهذه هي اللحظة لحظة إطلاق السواريخ والمسيارات إلى إيران إيرانيون نيروهاي مصال لهم هذه اللحظات اللي كان فيها قائد الحرس الثوري في التليفون يعطي في الأوامر وبجنبه كبار الجنرالات المساعدين له تع الحرس الثوري ومش تع الجيش الإيراني فقط بش نميز ربما بعض الناس ما يعرفوش بأن في إيران كان هناك جيشين الجيش التقليدي الكلاسيكي إذا شئنا جيش الوطني إذا شئنا بين قوسين والحرس الثوري وهذه إيران في الحقيقة هي من بين البلدان القريلة جداً في العالم اللي لديها جيشين الجيش التقليدي هو يعني كان موجود الجيش الإيراني من أيام الشاه وطبعاً دخلت الثورة الإيرانية أي النظام اللي جاء بعد سقوط الشاه وعرفها باسم النظام الثورة أو النظام الإسلامي أو النظام الشيعي أو النظام الملالي أو سميه ما شئت أو نظام الخميني أدخل تعديلات كبيرة جداً على الجيش الإيراني ليكون في خدمة أهداف النظام القائم وأيضاً في الدفاع على إيران كما يراها النظام القائم وفي نفس الوقت أنشأوا ما عرفها بالحرس الثوري أي أن يكون هناك حرس لأنهم في البداية كانوا متخوفين من الجيش الجيش كان كله متربي ومتعلم ومتدرب على مثل ما رهوا تقريباً كثير من الجيش في الدول الاستبدادية على قمع الشعوب أكثر منها مواجهة الخارج فأحدثوا إذن تعديلات داخل الجيش ولكن اللي ما كانوش مطمئنين أنشأوا جيش آخر سماوه الحرس الثوري وهذا الحرس الثوري فيما بعد هو اللي يتحمل يعني هو عنده طبيعة عقائدية أكثر بكثير من طبيعة الجيش العادي الإيراني الجيش العادي الإيراني تقريباً لا يشارك في ما تقوم به إيران خارج إيران دوره أساساً هو حماية الحدود هو تقريباً تستطيع أن تقول أن الجيش الإيراني وكان نحن نعطي له تشبيه بسيط هو مثل جي جي اف عندنا مثل هذه الجروب موند كما يسموها جي جي اف The Guard Frontier يعني حراس الحدود تقريباً بينما الحرس الثوري هو القوة الضاربة وهو هو المسيطر بجزء كبير على الاقتصاد الإيراني في هذا يشبه الجيش المصري وإلى حد ما جيش 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 ما تقول جيش الجزائر للأسف لأن هذا شنغريح ودمروا هذا الجيش إن شاء الله الجيش رأوا أسير عندهم يوماً ما يتحرر بإبن الله مثل كل كل ما هو في الجزائر إذن الحرس الثوري لديه اقتصاد داخل الإيران اقتصاد كبير لديه تدخل سياسي كبير جداً علاقات مباشرة مع القائد الثورة كما يسمونها أو المرشد المرشد الثورة الإيرانية ويلعب يعني السياسيين يتدخل الحرس الثوري في كثير من الأمور السياسية لكن دوره الرئيسي هو في الخارج الحرس الثوري موجود أساساً في سوريا موجود في العراق موجود نسبياً في اليمن وفي لبنان لكن في سوريا والعراق هذا هو التواجد الإيراني وعن طريق الحرس الثوري طبعاً داخل الحرس الثوري كائن جيش القدس إذا شاءنا أو فيلق القدس هذا أيضاً عنده تسميات وعنده مش هح ندخله فيه الآن ربما كاشنهان خصه مزيد من الحديث على إيران من الداخل وكيف هي لأن إيران رحها مازال لها أدوار كبيرة فيما هو قادم وفي كل الأحداث التي ستشهدها منطقة شمال إفريقيا وشرق الأوسط كما تسمح أو المنطقة هذه اللي هي منطقة العربية زي تركيا زي إيران زي الكاين الصهيوني وما جاورهما إذن كان الإطلاق كانت هذه لحظة الإطلاق والإيرانيين اليوم قالوا من أنهم لم يهدفوا إلى إحدى التدمير ما عدا ضرب أماكن معينة وأنهم حققوا بعض الأماكن اللي ضربوها وأنه كان أكثر منه كسر القاعدة السابقة من صبر استراتيجي إلى الرد وأنه انطلاقا من اليوم إذا ما ضربتنا إسرائيل سنرد عليها الحقيقة سنرى هذا في المستقبل إذا كان هذا صحيح أو لا لكن أكيد أنه أول رد من إيران اللي قام هذا النظام منذ 45 سنة قبل هذا النظام قبل النظام اللي يسمى بالنظام الإسلامي في إيران الخصوم نتاوي يسموه نظام الملالي أو نظام استبدادي أو كان شه إيران كان حليف استراتيجي لإسرائيل والولايات المتحدة كانت هناك هذه باش نذكر فيها بقى كانت هناك سفارة إسرائيلية الحقيقة أن النظام الجديد يومها في 79 طرد الإسرائيليين الإسرائيليين فروا هربوا بعد أن انتصرت الثورة وقدم السفارة الإسرائيلية إلى عرفات وإلى الفلسطينيين هذا كان في 79 كانت من بين أولى الخطوات ولذلك الثورة الإيرانية فيما بعد يعني كانت هذه النقطة بالذات أثرت في كثير من الشعوب لأنهم شافوا أنهم طردوا الإسرائيليين وعطاوا السفارة إلى الفلسطينيين إذن لرد هذا الطائرات 350 والسواريخ الوزير الخارجي الفرنسي مثلا قال شاركنا في عملية اعتراض على الهجوم الإيراني لأن الهجمات انتهكت أجواء حلفائنا حيث توجد قواعد عسكرية لنا طبعا ما قال شواش كونهم حلفائهم هنا هي الأردن اكتشفنا في نويل كريسمس السابق أن الرئيس الفرنسي ذهب لزيارة الجنود الفرنسيين المتواجدين في الأردن هذا ضجة كبيرة يومها لأن الأردنيين لم يكنوا يعرفوا أن هناك قواعد فرنسية داخل الأردن كانوا يعتقدون أن القواعد هي فقط أمريكية وبريطانية فإذا بها أيضا قواعد فرنسية داخل الأردن وزير خارجي الإسرائيلي كما قلنا قال أنه تحدث مع وزير الخارجية المصري للتأكيد على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها سنرى فيما بعد إذا كان نظام السيسي وأنا لا أستبعد ذلك أنه شارك أنه شارك بشكل أو بآخر في الدفاع عن الكيان الإسرائيلي الإسرائيليين كانوا في اجتماع أمس كان عندهم اجتماع مجلس الحرب وخلال الاجتماع كانوا اتخذوا قرار بأن يوكل نتنياهو وغالنت وزير الدفاع أن يكون لهم هما القرار الأخير في الرد لكن أزن كورت وغانس كانوا مع الرد أن ترد إسرائيل حالا على الكيان الإسرائيلي هذا في مجلس الحرب خارج من الحرب فيما يسمى بالكابينيت كان بنغفير واسموتريتش يريدون رد حتى أن بنغفير سماه بأن يكون هناك رد جنوني على إيران حتى لا تتجرأ مرة أخرى لكن في خلال الاجتماع أو بعد مباشرة تلقى نتنياهو مكالمة من بايدن والمعلومات تقول أن بايدن قال له أن لقد صددنا الهجوم هذا انتصار لإسرائيل وبالتالي إسرائيل لا تحتاج الرد يقولون أن هذه المكالمة هي اللي خلات الكائن الإسرائيلي ما يردش البارح وما يردش اليوم ويقول أنه هذه أول مرة إسرائيل هي اللي تقول نحتفظ بحق الرد طبعا هذه التالة نحتفظ بحق الرد في الوقت المناسب كانت يقولها بشار ويقولها الإيرانيين ويقولها آخرين لكن هذه المرة إسرائيل هي اللي تقول بأنها سترد ولكنها ستدرس الرد وأنها سترد قالوا أيضا في مقطع آخر قالوا أنهم سيردون بحيث لا يؤدي ذلك إلى نشوب حرب شاملة في المنطقة بمعنى أنهم سيقدمون على رد ولكنه مرجح جدا أن لا يكون داخل إيران وإذا كان داخل إيران يكون لا يهدف إلى إحداث أضرار كبيرة إنما يقصف منشأة حكومية يقصف ثكنة دون إحداث أضرار بشرية إلى آخره أي أنه يكون رد محسوب هذا طبعا هذه تعليمات أمريكية لأن إيران لأن إسرائيل في الحقيقة يريد تدمير المفاعل النووية المفاعل المراكز النووية إيران رأي على أبواب أن تنتج ثلاث قنابل نووية محتمل جدا من هنا إلى الصيف تنتج ثلاث قنابل نووية والكيان الإسرائيلي عنده فترة طويلة جدا وهو يحرب على المشروع النووي الإيراني فبالنسبة للكيان الإسرائيلي يريد القيام بهجوم شامل على إيران لكن هذا بالنسبة للولايات المتحدة غير مقبول لأسباب متعددة منها أن هذا إذا ما كان هناك هجوم شامل على إيران أن إيران لديها قدرة على الرد طبعا أمريكا لو كانت تعرف أن إيران ما عنده قدرة على الرد كرة هي قامت بتفجير إيران ومحاولة تدميرها وإسرائيل تسمح لإسرائيل القيم بذلك لكن الولايات المتحدة وهذا هو الغرب براغمادي واش معنى براغمادي راك قوي نعطيك قيمة نحسب لك حساب راك ضعيف خلاص ما تهمنيش راح نصرف على هوايا وعلى مصالح الولايات المتحدة لا تقبل بهجوم إسرائيلي وهي الآن منعة أن يكون هناك رد إسرائيلي لماذا؟ لأن إسرائيل الحقيقة لديها قوات جوية هي الأقوى في المنطقة وتستطيع أن تقوم بهجوم كيف يقول الأقوى؟ لأن هذا جاي من أمريكا أساسا وألمانيا ودول أخرى هي اللي عطيت لها جزء كبير من هذه التكنولوجيا لكن الولايات المتحدة لا تريد ذلك لأن ذلك يعني أن إيران سترد وحينما ترد سترد على كثير من القواعد العسكرية الأمريكية الولايات المتحدة متواجدة في تركيا ربما إيران ما تبتشعرين في تركيا خوف من تركيا وأيضا يعني عند علاقات معقولة مع تركيا لكن أكيد أنها ستهاجم القواعد العسكرية في قطر في البحرين في الكويت في السعودية في عمان وربما حتى في قبرص وفي اليونان قد تستثني أيضا قطر لأن علاقات إيران مع قطر قوية جدا لكن أكيد سترد أين يتواجد عشرات الألاف من الجنود الأمريكيين سترد أيضا على البوارج الحربية المنتشرة وعلى حاملة الطائرات المنتشرة وقد تؤدي إلى تخشى أيضا الولايات المتحدة من سقوط الأنظمة التابعة لها نظام الإيراني الأردني السعودي الإماراتي المصري هذا أيضا قد تؤدي نتائج الحرب إلى سقوط هذه الأنظمة وعلى أقل واحد واثنين منها تخشى أيضا من رد الفعل الصيني والروسي الروس مثلا قالوا اليوم بوتين قال في حديث نقلوه الإيرانيين قالوا من أن بوتين قال بأن أي هجوم على إيران تقوم بالولايات المتحدة لن يترك روسيا بلا رد هذا تطور هائل روسيا لم تقول هذا الكلام منذ انهيار اتحاد السوفيتي في نهاية 91 إذن فالولايات المتحدة تعرف ذلك ناهيك على الولايات المتحدة ذاهبة إلى انتخابات وممكن جدا وانتخابات راح تكون أصعب في تاريخ الولايات المتحدة هناك ترامب وترامب بكل ما لديه من قلاقل ثم الانقسامات داخل الولايات المتحدة انقسامات كبيرة جدا غير مسبوخة انقسامات مجتمعية وشديدة وترامب يضخم هذه الانقسامات فهذا كله خلى الولايات المتحدة تقول ولحد الآن الولايات المتحدة ليس فقط من هذه المرة لكن قبل سنوات يعني بايدن كان معه أوباما من بين 2008 إلى 2016 بايدن كان نائب أوباما وهما اللي داروا الاتفاق مع إيران لأن أيضا في الاستراتيجية الأمريكية هو turning the threat to an opportunity كأن حاجة وهذه مشهورة في العالم الغربي هو تحويل التهديد إلى فرصة بحيث أنهم حولوا إيران بتخويف إيران تخوف السعودية والإمارات وفي الآن خفت القلاق فترة معينة كانت إيران تخيفهم وكلما خافتهم إيران كلما ارتموا أكثر في أحضان الولايات المتحدة واشتروا أسلحة أكثر فالولايات المتحدة أرادت استخدام إيران في استراتيجيتها اللي هي الضغط والضغط على هذه الأنظمة اللي هي أنظمة عميلة لكنها لا تريد أن ترمي موالها هكذا يجب أن يكون هناك تهديد معين فإيران تستخدمها الولايات المتحدة في إطار هذه الاستراتيجية طبعا من نسبة الإيرانيين نقولك نحن نرد على التهجمات والمضايقات ومن هذه الدول خاصة من السعودية لما كانت الأمور متوترة جدا لكن الولايات المتحدة استخدمت هذه الاستراتيجية إذن إسرائيليين قالوا من أنهم اتخاذ أن مجلس الحرب انتهى دون اتخاذ قرار بشأن كيفية الرد على الهجوم الإيراني لكن بعدين نشوفوا بعض المسؤولين أو بعض المحللين الإسرائيليين واش يقولوا يعني في قضية الرد على إيران المتحدث باسم الجيش الصهيوني قال خذنا معركة جوية معقدة وناجحة فإيران ووكلائها عرضوا العراق واليمن ولبنان والشرق الأوسط برمته للخطر على المتحدث الإسرائيلي للخطر وقد شن وكلائها هي وقد شنت إيران ووكلائها هجوم شاملة 350 عملية وطلق فيه 16 طن 60 طن من الرؤوس اعترضنا بالتعاون مع تحالف إقليمي 99% من التهديدات خطة الهجوم الإيرانية فشلت ولم يخترق سوى عدد قليل من السواريخ أجواءنا قاعدة نفا تيم الجوية تعرضت لأضرار طفيفة بالبنية التحتية ولم يتأثر عملها هذا هو الموقف الإسرائيلي الرسمي ردا على إيران على الهجوم الإيراني طبعا هو هنا يتكلم على التحالف إقليمي كما قلنا هذا التحالف أساسا هم أعلنوا عن نفسهم البلاد المتحدة فرنسا وبريطانيا الأردن لم يعلن رسميا لكن في احتفال كبير جدا داخل إسرائيل بما قامت بين الأردن ونحن نشوفها أيضا بعد قليل وقلنا أن الدول الأخرى اللي هي مصر والإمارات والسعودية يكونون قد شاركوا ولكن لا ندري لحد الآن تفاصيل مشاركتهم هل هي فقط دعم هل هو تعبير عن تضامن مع الكائل الإسرائيلي أعتقد أن هذا أكيد لكن هل استخدمت أجواءهم مثل أجواء السعودية مثلا لضرب هذه المسيرات اللي جاء من إيران السعودية محاذية للعراق أو حتى اللي جاية من إيران سنرى هذه سيتبين فيما بعد البيت الأبيض تصل إذن جو بايدن بعضاء سريين قال بي اتصل بعضاء السربين السربين الجويين 4-9-4-3-3-5 للإشادة بقدراتهم الاستثنائية في الدفاع عن إسرائيل هذا أسراب جوية أسقطت لأن كثير من هذه الطائرات المسيرة والسواريخ أسقطتها مش فقط الدفاعات الجوية إنما قابل أن تصل إلى المناطق الموجودة فيها الدفاعات الجوية أسقطتها الطائرات الأمريكية طبعا أكيد أنهم استخدموا أيضا دفاعات جوية لكن أيضا استخدموا أسراب من الطائرات الأمريكية المتواجدة على حاملات الطائرات والمتواجدة في الدول التي ذكرناها كلها لإحتمال مؤكد أن هذه الطائرات لم تخرج من تركيا ولم تخرج من قطر وربما لم تخرج من الكويت هالثلاث دول لماذا؟ لأن إيران كانت هددت بأنها أي استخدام للقواعد الأمريكية في أي دولة مجاورة ستعتبر هذه الدولة طرف النساء كيربي ناطق باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي بالحق استمعت له مباشرة كان عنده حوار يقول فيه أنه أدان طبعا الهجوم الإيراني وقال أن إسرائيل أثبت قدراتها العسكرية في الرد بوجود أصدقاء ساهم في الدفاع عنها لا نسعى لاتساع نطاق الحرب وتصعيد التوتر وما فعلنا هو دعم قدرات الدفاع هذه حقيقة كما قلنا الولايات المتحدة لا تريد التصعيد مع إيران لأنها من جهة تخشى الرد الإيراني قد تدفع ثمن لذلك ثانيا تخشى تدخل روسي صيني يكون ضد مصالحها ثالثا تخشى على الأنظمة الجواسيس هناك رابعا هي تستخدم إيران في استراتيجيتها للتوتير وللضغط ولحسب الأطراف حسب الأوضاع وأسباب أخرى يعني ذكرت هذه الأسباب فقط الإسرائيليين كما قلنا قالوا من أنهم سيكون هناك رد ولكن بما لا يؤدي إلى حرب شاملة رأينا نقرأ في بعض العناوين هنا ونعلق عليها على السريع وبعدين سنصل إلى تحليل ربما أكبر مسؤول أمريكي رفيع قال لأن عدم احتواء الصراع قد يؤدي لوضع كارثي هذا هو الذي سنقول فيه والذي ستردد الآن في المواقع والقنوات والمحللين الأمريكيين كلهم يتحدثون على ذلك وزير الخارجية تركيا يبحث مع نظير الأمريكي رد على إسرائيل تركيا قالت أنها كانت وسيط بين إيران والأمريكيين في هذه الأيام الماضية وهذا بحقيقة لم يعلن إلا اليوم وأنها لعبة دور كبير تركيا لعبة دور كبير في يعني إذا شئنا يصال الوضع إلى هذا بحيث أن إيران تحفظ ماء وجهها وترد دون أن يكون هذا الرد قاسيا فتقوم إسرائيل والولايات المتحدة بالرد على إيران طبعا كثيرين يقولون أن هذا الذي حدث فيه تفاهمات بعض الناس يعتقد أن كل ما حدث فيه تفاهمات أنا أعتقد أن هناك تفاهمات لكن ليس في كل ما حدث لأن في نهاية المطاف لو كان كانت هناك تفاهمات في كل شيء لو كان إيران استمرت في ما تسميه بالصبر الاستراتيجي إنما في الحقيقة ويجب هنا دائما نكونوا منصفين باش نعرفوا التحليل يعني باش منقلتوش الإيران هذه المرة قررت الرد ولو لم ترد كانت ستخسر ليس مع إسرائيل فقط وإنما حتى مع دول أصغر من إسرائيل من حيث القوة العسكرية ثم أن وجهها أمام شعبها كان يبدو بائس جدا عنده مئات الآلاف من الجنود في الجيش الرسمي ومئات الآلاف من عناصر الحرس الجمهوري ويدخلون العراق وسوريا ولبنان واليامن لكن عندما تقصفهم كل ما تقصفهم إسرائيل يقول لك سنرد فيما بعد فهذه المرة لم يكن لديهم خيار نهائيا كان يأم الرد يأمة بهديلة كما يقال بالدارشة إلى الأبد وليس ذلك فقط كان ذلك سيشجع الكائل الإسرائيلي على مزيد من الهجومات الأمريكيين جمعوا مجموعة السبع مجموعة السبع اللي هي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وكندا وإيطاليا واليابان وشكون البلد الآخر السابع وألمانيا يعني أغنى سبع دول في العالم الغربي وهي أغنى ثماني دول في العالم إذا نحينا الصين الأقوى اقتصاديا والأغنى هذه الدول السبع الغربية اجتمعت وآدانت الهجوم الإيراني وقالوا أن إيران تخاطر بإثارة تسعيد إقليمي لا يمكن السيطرة عليه سنواصل العمل على استقرار الوضع وتجنب مزيد من التسعيد في شرق الأوسط نطالب إيران ووكلاءها بوقف اعتداءاتهم إلى آخره إلى آخره طبعا مجموعة السبع هذا وكلهم كانوا أيضا سعداء مثل أمريكا بأن الرد الإيراني جاء محدودا ومحسوبا ومعلنا لا ننسى أنه قبل أن تصل للطائرات الإيرانية والسواريخ الإيرانية كان العالم أجمع يعرف ذلك إيران قالت اليوم إن أنها أخبرت جيرانها يعني العراق سوريا الأردن كل المعنيين بالأمر أخبرتهم قبل ثلاث أيام إن أنها ستقوم بالرد في قلال الأيام الثلاثة القادمة إذن الموضوع كان معلن وهذا فقد المفاجأ لا أعتقد أن الإيرانيين كانوا يريدون أن يفاجئوا لكيا الإسرائيل لاعتقاد الراسخ الآن وحتى من تصريحاتهم أنهم أرادوا الرد حفاظا على هيبتهم حفاظا على ماء الوجه حتى لا تكرر إسرائيل ضربات وضربات مثل القنصلية الإيرانية في دمشق ولكن لم يريدوا حربا مع إسرائيل لأنهم كانوا يعرفون أن حربا مع إسرائيل تعني أيضا حربا مع الولايات المتحدة وزير خارجية البريطاني قال أنه أدان رسميا في مكالمة تكلم مع وزير خارجية الإيراني وأدان الهجوم الإيراني كان أيضا رئيس الوزراء هنا أدان الهجوم الإيراني روسيا رفضت إدانة الهجوم الإيراني بل أن روسيا قالت أكثر من ذلك يعني ردت 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 المتحدثة باسم الخارجية الروسية زخاروفا قالت أن السفيرة الإسرائيلية في موسكو طالبتها بإدانة الهجوم الإيراني فردت عليها قال تذكرين يا سيمون متى أدانت إسرائيل ولو ضربة واحدة على الأقل من تلك التي وجهها نظام كييف للأراضي الروسية لا تتذكرين أنا أيضا لا أذكر شيء من ذلك وعوض عن ذلك أتذكر تصريحات الإسرائيلية المنتظمة الداعمة لتصرفات زيلنسكي إلى آخره إلى آخره إذن هذه المتحدثة باسم ردت في تليجرام على السفيرة الإسرائيلية في موسكو قالت لها لماذا تريدون أن ندين وأنتم لا تدينون الهجومات الأوكرانية على الأراضي الروسية طبعا الروس هنا وكان عندهم أمنيزيا يعني كانوا فقدوا الذاكرة لأن في الحقيقة اللي يبدأ الهجوم على أوكرانيا هو الروس واللي وصلوا حتى الكيف وكادوا أن يقضوا أوكرانيا كلها وكيف كلها لو لآنا ذاك صمود الجيش الأوكراني وأيضا المدر الدرونز التركية نعرف أن الغرب يومها كان يريد لزيلينسكي أن يلجأ لديه إذن الروس رفضوا إدانة هذه العملية بل أخذوها بأن تهجموا إلى حد ما نستطيع أن نقول ذلك خاصة على لسان بوليانسكي وهو النائب الأول للمندوب الروسي واسمه في الأمم المتحدة واسمه ديمتري بوليانسكي وش يقول بوليانسكي هذا على تيليجرام يقول مرة أخرى نجد أنفسنا مقتنعين مجددا بأن استهزاء واستهتار زملائنا الغربيين وعماءهم الانتقائي لا حدود له وهاهم الآن لا يتذكرون حتى أنهم رفضوا منع التصعيد بعدم دعمهم مشروع بيان مجلس الأمن الدولي كانت روسيا والصين كانوا اقترحوا وحتى النظام حتى العصابة عندنا كانوا اقترحوا أن يكون هناك بيان يصدر بيان ليس قرار بيان من مجلس الأمن البيان هو أقل بكثير من القرار من مجلس الأمن يدين القصف الإيراني القصف الإسرائيلي للقنصولية الإيرانية في دمشق أمريكا ومليات المتحدة وبريطانيا وفرنسا الذين لديهم حق البيتو رفضوا ذلك قالوا ما فيش بيان والحقيقة هنا يستغرب الإنسان العمى وعن حق يقول هذا الروسي محق قال العمى انتع زملائنا الغربيين لأن قصف أي مبنى دبلوماسي سواء كان قنصلي أو تع سفار أو تع القنصلي محرم مجرم في القوانين الدولية تجرمه 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 اتفاقيات دولية وقوانين دولية ولكن كانوا يريدون أو مازالهم يريدون الحفاظ على القانون الدولي كانوا أقل شيء يصدر بيان يدين الكائن الإسرائيلي بيان ليس قرار ما عنده احتقيمة من ناحية الفعلية العملية لكنهم رفضوا صدور البيان فهنا هذا الدبلوماسي نائب السفير في الروسي في نيويورك يذكرهم بذلك قال أكثر من ذلك قال إن العصابة الفرنسية الساكسونية يقصد لساكسون يعني بريطانيا أمريكا بزنغلو ساكسون النيتنياهوية ستبدأ الآن في زعزعة المنطقة ويلقاء اللوم على إيران في كل الخطايا طبعا هذا كلام مش دبلوماسي طبعا كلام فض وكلام بالنسبة الدبلوماسي اعتبر وقع لكنه رد رسمي هذا هذا هو الرد الرسمي لأن هذا طبعا ما قالوش من عنده جاتوا التعليمات من الكريملين لأنه يخشى أن يقول أي كلام لأنه هنا هجوم على فرنسا سماها العصابة الفرنسية الساكسونية النيتنياهوية وهنا هم موالفين يسبوا فرنسا وفرنسا تسب روسيا وأمريكا وبريطانيا يسبوا روسيا وروسيا تسبهم لكن روسيا كانت دائما تتحفظ فيما يتعلق بإسرائيل ليس فقط لأن هناك يهود روس عندهم تأثير اقتصادي في روسيا ليس أيضا لأن هناك مليون يهودي من أصل روسي موجودين في إسرائيل يعني 15% من اليهود أو يعتقد أنهم يهود في إسرائيل هم روس تم ترحيلهم أساسا بعد سقوط الاتحاد الصوفيتي وبعضهم وصل إلى مناصب عليا يعني وزير خارجية وزير دفاع إلى آخره في مناصب عليا كبيرة فهجوم إذن من نائب المبعوث الدائم الروسي على إسرائيل وعلى نتنياهو شخصيا وعلى ما سماها العسابة الفرنسية السكسونية هذا كان الموقف الروسي الصين لم يظهر عليها كثيرا المواقف أتوقع أن الصين تكون أيضا تتحدث الصين في الغالب يتحركون ببطأ ودائما تصريحاتهم جي بطيئة ومحسوبة كثيرا يعني لأن الصين أيضا عندها علاقات قوية مع إسرائيل وهي لا تريد أن تخسر هذه العلاقات في هذه الخصومة المتصاعدة بينها وبالولايات المتحدة طبعا علاقاتها أقوى مع إيران وأيضا الصين عندها علاقات قوية جدا مع الإمارات ومع السعودية وهي لا تريد أن تظهر بأنها إلى جانب إيران في أي خصومة ما بين إيران ودولة أخرى وإن كان أكيد أنها لن تدين الهجوم الإيراني وتعتبر أنه رد منطقي وعادي على الهجوم الإسرائيلي اللي كان هو البادئ بالاعتداد الأوروبيين في الغالب أدانوا الهجوم الإيراني طبعا لن تتوقع منهم شيء آخر لكن رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواء وهذا منصب مهم بالغ الأهمية قال على واشنطن أن لا تشارك عسكريا ضد إيران والحقيقة هذا هو الموقف الرسمي الأمريكي حذروا نتنياهو من أن أي هجوم على إيران لن يشاركوا فيه ولذلك تراجع نتنياهو على الرد وعلى الهجوم لأنه الآن واضح أنه لا يستطيع أن يقدم على هجوم وحده نعم يستطيع أن يضره لكن فيما بعد الآن الإيرانيين انتقلوا إلى الرد أي أنه سيكون هناك تكاليف لهذا الهجوم وإذا لم تكن الولايات المتحدة مشاركة في رد إسرائيل ستدفع ثمن كبير أيضا نيويورك تايمز كانت طبعا الإعلام الغربي كله في منواقع في الجرائي في الصحف في الإذاعات كلها كان برغم أنه في عطلة الأسبوع ومش فقط عطلة الأسبوع أنا عطلة الأسبوع اللي جاي بعد عطلة عطلة دينية اللي هي تعطعك إلى آخره هذه الأيام لكن الإعلام الغربي كله كان على هذا الحديث نيويورك تايمز مثلا قالت أن خاميناي المرشد مرشد ثورة الإيرانية أمر بضرب إسرائيل من داخل إيران لتأكيد التحول من الصبر إلى الردع وزير دفاع الإسرائيلي قال عشنا واحدة من أكثر ليالي دراماتيكية وتركيا قالت أن إيران أبلغت تركيا مسبقاً بعمليات ضد إسرائيل هولندا نصحت رعاياها بمغادرة إسرائيل بقوا بعدم السفر إليها نتنياهو طلب منه زراء المشاغبين جداً بأن لا يصرحوا فيما يتعلق بإيران حتى لا يساعدوا أما مساعد الرئيس الإيراني فقال ردنا يعني تغيير المعادلة وانتهاء عصر الصبر الإستراتيجي وهذا قالوا كثير من المسؤولين الإيرانيين غانتس اللي هو محتمل جداً هو الذي سيقود الكيان صهيوني بعد السقوط نتنياهو ربما في الشهرين ما بين الآن إلى نهاية السنة على قصة تقدير هو اللي تأهلوا الاستطلاعات بأن يكون هو البديل اللي ينتميها واللي راهو جزء من مجلس الحرب قال سنبني تحالفاً إقليمياً في مواجهة التهديد الإيراني وأضاف سنجبي الثمن أو سنجبي الثمن من إيران بالشكل والوقت المناسبين لنا وعلينا تعزيز التحالف الإستراتيجي والتعاون الأقليمي الذي أنشأناه وأثبت نجاحه عند الانتهام وعموماً إسرائيل الرسمية والإعلامية قالت أن مستوى الهجوم الإيراني كان أعلى بكثير مما كنا نعتقد إيران وواشنطن الآن سعيدة لأنها تعتقد أنها بعيدة عن نشوب حرب إقليمية بينما كان ممكن أن يؤدي هذا الهجوم إلى نشوب حرب إقليمية شاملة قائد الجيش الإيراني يتوعد إسرائيل برد أقوى وأصعب إذا ما عادت للتهجم والهجوم على إيران والخارجية الإسرائيلية أعلنت أو قالت أنه يجب إعلان الحرس الثوري منظمة إرهابية فوراً طبعاً كين دول للجلس المتحدة وأعتقد بريطانيا أعتقد ألمانيا عاملين الحرس الثوري منظمة إرهابية لكن أغلبية الدول الغربية موش معتبرين الحرس الثوري منظمة إرهابية فإسرائيل تريد الآن في خضم هذا الجو أن تضغط على الغربيين باش يعلنوا الحرس الثوري منظمة إرهابية بالنسبة للدول اللي مش معلنته حركة إرهابية بريطانيا أيضاً أعلنت أنها أسقطت مسيرات إلى آخر الموقف اللي أثار الكثيرين خاصة في العالم العربي وفي المواقع اللي كان فيها نقاش كبير جداً هو مشاركة الأردن فكان هناك مشاركة أردنية فاجأت الكثيرين نعرف أن الأردن يعني وزير خارجية الصفة في بداية الحرب المتوحشة على غزة بعد 7 أكتوبر كان يظهر كانت تظهر الأردن وكأنها كاد البعض حتى تخدعوا لأننا كنت دائماً في تعليقاتي نقول بالله أن هذا نظام الجاسوس وأن هذا نظام الخيانة هذا نظام ملك عبد الله هو سليل الخيانة جده باباه هو هذا نظام أن الأردن أصلاً صنيعة استعمارية وأنه في خدمة الكيان الصهيوني إلى آخره إلى آخره فبعض كانوا وقالوا ربما رك شوية قاسح كما نقول بالدرجة عندنا رك شوية خشن مع هذا النظام وهي الأردن هيتحاول تساعد إلى يعني اللي رديت عليهم قلت لهم لا رك غلطين هذا نظام وظيفي مثل كل الأنظمة اللي قائمة في منطقة العربية لكن هو عنده وظائف إضافية إذا شئنا عنده شوية أكثر من هو والمصري هما اللي عندهم والإماراتي هما اللي عندهم وظائف أكثر من الآخرين ها هي أثبتت الأحداث هذه أنه قدم وظيفة كبيرة مش فقط البريطانيين والفرنسيين والأمريكيين استعملوا آراضيه لإسقاط السواريخ والطائرات الإيرانية لكن هو أيضا ما لديه استخدم ما لديه من قدرات وشارك في إسقاط هذه الطائرة سؤال بسيط يعني هنا تصبح شريك تصبح شريك لإسرائيل والإسرائيلين احتفلوا احتفال كبير جدا داخل كيان الصيوني بالموقف الإيراني دعونا نرى إذا لدي هنا مقطع ربا مش موجود عندي إذن احتفلوا احتفال كبير آه ها هنا احتفت وسائل الإعلام إسرائيلية بموقف الأردن من الهجوم الإيراني الأول من نوع على دولة الاحتلال الإسرائيلي وقالت وسائل الإعلام إسرائيلية أنه رغم التوتر الذي يسود علاقة تل أبيب مع عمان منذ سنوات بسبب انتهاكات الاحتلال في المسجد الأقصى والعدوان على غزة إلا أن ما جرى يثبت أن العلاقة بين الطرفين عميقة ومتينة ورأى محللون إسرائيليون أن الأردن الذي أغلق أجواءه وأعلن بشكل صريح صد أي طائرة مسيرة أو سريخ أو ساروخ يعبر نحو فلسطين المحتلة أي إسرائيل يثبت مرة أخرى أنه حاليف استراتيجي لتل أبيب وقالت القناة الثاني عشر العبرية أن خطوة الأردن بالدفاع عن إسرائيل والتورط مع إيران مفاجئة وتابعت ظاهريا في العلاقات باردة لكن الهجوم الإيراني كشف أن التحالف حقيقي حيث دافعت الطائرات الأردنية المقاتلة عن إسرائيل دافعت الطائرات الأردنية المقاتلة إضافة إلى الدفاعات الجوية الأردنية عن إسرائيل ونشرت حسابات إسرائيلية على نطاق واسع صور للملك عبدالله وتغريدات تشكر دور الأردني وترى أن السلام مع المملكة حقيقي وهو الحل الوحيد لحماية إسرائيل هذه أنظماء منذ أن قامت إسرائيل وقامت هذه الأنظماء كانت الخطة الغربية أن تكون هذه الأنظمة هي خط دفاع الأول عن هذا الكيان الغاسب لمقبلش حتى أن يتقاسم فلسطين هو يدي 56% ويخلي 44% الفلسطينيين بل مقبلش حتى أن يدي 78% اللي اليوم تسمى كلها إسرائيل ويخلي فقط 22% ضفة الغربية وغزة وجزء من القدس مقبلش مع ذلك كان أنظمة مطبعة معه توسع في العلاقات معه تتحالف معه وهو أحدهم واللي كان يظهر بأنه رأي يدافع على الفلسطينيين وضد التوحش الصينيوني في غزة ويدافع على القدس ليظهر أنه في الحقيقة الإعلام الإسرائيلي يقول أن الأردن أظهر أنه صديق حقيقي حليف حقيقي أنه دافع على أمن إسرائيل شوفوا الوقت باش نخص جزء أيضا للملف الجزائري يا دعوة أحرانوت قالت إن الأردن رغم ما يغلاقه أجواءه إلا أنه سمح للاحتلال باستخدام الأجواء الأردنية سمح لإسرائيل باستخدام الأجواء الأردنية طائرات سلاح جو الإسرائيلي ومعدات إلكرونية متطورا نصبت كمينة للطائرات بدون طيار إيرانية في سماء الأردن في الوقت نفسه خرجت طائرات أردنية من قواعدها لإطلاق النار على الطائرات بدون طيار إيرانية التي شقت طريقها إلى الأراضي الإسرائيلية بالمناسبة وهم يفعلون هكذا أسقطوا الطائرات وسواريخ إيرانية وكذلك سقطت على أردنيين ولا نستبعد في الأيام القادمة مع أن نسمع أن بيوت هدمات أو ناس قتلوا أو ربما رهم من الأردنية لأن الأردن الجيش الأردني والفرنسي مؤكد مش عارف بالنسبة للأمريكو والبريطاني محتمل جدا أنه استخدم أيضا الأجوال الأردنية لكن القضية مش فقط في استخدام هذه الدول الأجوال الأردنية القضية في السمح لإسرائيل باستخدام الأجوال الأردنية وفي استخدام الطائرات والدفاعات الجوية الأردنية مشاركة في حماية إسرائيل نحن كان ما كانش توحش في غزة ربما تلقى واحد في المية ولا خمسة في المية ولا يقول لك والله هذا احنا في نهاية المطاف هذه مرت على أجواءنا ونحن لا نريد قلاقل نحن نشوف توحش الصوريوني في غزة والشعب الأردني في مجمله مع غزة نهيك على أن نصف الفلسطينيين نصف الشعب الأردني فلسطينيين وبالمناسبة زوجته فلسطينية زوجة الملك يعني يا دعوة أحرانت أيضا قالت إنها المرة الأولى التي تقوم فيها الدولة عرمية بتقديم عسكري دعم عسكري لإسرائيل للتصدي لهجوم تتعرض له إسرائيل هذه ليس المرة الأولى هذه المرة الأولى علنا هذه المرة الأولى علنا يعني وخاصة الهجوم على إسرائيل طبعا كان هناك ناشطين داخل الأردن خارج الأردن كانوا غاضبين جدا وشنوا هجوم عنيف على النظام الأردني النظام الأردني هذا قناعاتي أو توقعي له أنه سيكون حينما يقترب زوال الكيان صهيوني وربما حتى قبل أن يزول الكيان صهيوني سيسقط عرش هذا الملك وستسقط عروش أخرى لكن أكيد أن هذا سيكون من أول الساقطين هذه العملية ربما هو أكبر خاسر فيها هو هذا النظام الأردني أكبر خاسر لأن أظهرته أمام الفلسطينيين أمام الشعوب أمام العالم أجمع أنه لا يكتفي بالحيات وهو الذي سبق له وأن يرسل الخضر والفواكه للكيان الإسرائيلي والشاحنات التي تجي من الإمارة وتعبر للسعودية وتمر على الأردن تدخل للكيان إسرائيلي لمجوة الأطفال ويموت أطفال غزة من الجوع جعلت كثير من الغربيين في الغرب ينطفضون يحتجون نساء قطعوا شعورهم كي الناس سيجوعوا نفسهم تضامناً مع الأطفال ومع النساء في غزة لم يكتفي بكل ذلك إنما راح إلى الدرجة أن يقوم فيها بحماية هذا الكيان الغاصل المواقف في المواقف طبعاً أريد أن أعلق لأن هنا كما قلنا راح كاين ثلاث مواقف كاين بعض الناس أفاضل نعرفهم حتى كتبوا لي قالوا لي لا وأنت شخصياً قالت في إيران وهذه مسرحية وإلى آخره طبعاً هذول أنتكلم عليهم هذو الناس صادقين يعني نعرف صدقهم ونعرف إخلاصهم ونعرف بينما نحن نعرف أن آخرين يقولوا هذا الكلام ونحن نعرف أن نشكونهم هذو الآخرين فمش نتكلم على الذباب السعودي والمتصهينين والسعودي والإماراتي والمصري والأردني لا هذو أنا أعرف أنهم ذباب أو تابعي لهذه الأنظمة المتصهينة فما كاش إشكال لكن بالنسبة لناس صادقين كاين إذن هذا الناس الصادقين يعتبرون بأن إيران هدفها هو قتل السنة وهما مش مخطئين تماما في هذه بالمناسبة يعني إيران قتلت مئات الألاف من السنة في العراق ومئات الألاف من السنة في سوريا وتهجيرهم وأنا عرف هذا الكلام ما يعجبش أنصار النظام الإيراني لكن أنا طبعا هنا ما ليست هنا كلمي يعجب فلان أو فلتان أو الجهاد أو الجهاد أنا أرني هنا كي نقول ما أعتقد أنه الحق إذن إيران عندما يقولون أنها تستهدف السنة هذا يعني لما شاف والو يكفي سوريا وهما في أدبيات إيران وفي أدبيات ثورتها أنهم مع الحسين وتعرفوا التقديس الكبير لسيدنا الحسين إلى درجة أنهم يتجاوزون كل منطق في ذلك لكن يتحدثون على المستضعفين ووقفوا مع بشار الذي ذبحها المستضعفين بدون أن ندخل لهذا الموضوع ربما تكلمت عليه كثير أكيد أنا محققين في هذه لكن يا أخواتنا يقول لك هذه مسرحية لا إخوان مش مسرحية الهجوم الإيراني على الكائل الإسرائيلي مش مسرحية الخصومة بين إسرائيل وإيران حقيقية إنها ليست خصومة وجودية الكائل الإسرائيلي لا يريد إنهاء إيران ويخرجها من التاريخ ومن الأرض يدمرها نهاية لا هو أيضا يريد توظيفها في حسابات معين إيران لا تريد حتى وإن قال أحمدنا أحمد نجادي أو بعض المسؤولين الإيرانيين أنهم يريدون نسف إسرائيل من الأرض من هذا العالم لكن في النهاية الذي يتخذ القرارات الإستراتيجية داخل إيران ليس هذا هدفه لكن هناك خصومة هناك عدوة وهذه العدوة أن إسرائيل لا تريد لإيران يكون لها سلاح نووي مثلا هذه العدوة أن إسرائيل لا تريد أن إيران تدعم المقاومة مثلا هذه العدوة أن إسرائيل لا تريد أن إيران يكون عندها تواجد في لبنان وفي سوريا على حدودها مثلا أسبب المثال وإيران لا تريد لهذا الكيان الإسرائيلي أن يعني يتسلط على المنطقة ككل إيران تعتبر نفسها حضارة ممتدة مقبل الإسلام كانت الحضارة الفارسية ممتدة ألاف سنين وبالعكس حتى كان معارك في التاريخ ما بين الفرس واليهود وقصص طويلة في هذا لكن إيران لا تريد لا تريد للكيان الإسرائيل أن لا يعترف بحقوقها كدولة قوية ممتدة في التاريخ لديها وجود لديها مصالح إلى آخره إيران أيضاً لا تريد أن تظل القدس تحت الرنجيرس الإسرائيلي ومحتمل جداً أنها لا تريد أيضاً الاحتلال الإسرائيلي للفلسطينيين طبعاً كان خاوتنا يقول لك هاي تقتل في المسلمين السنة في سوريا كيف تدعمهم في فلسطين لا تستطيع أن تفعل الاثنين طبعاً هذه ليست قيم ولا مبادئ ولا أخلاق ولا دين لكنها في طال مصالح الدولة الإيرانية أنا مرة شرحت هذا الموضوع وقلت أن إيران هي عندها مصالح الدولة النظام الإيراني عنده مصالح ما يشوفه هو مصالح الدولة نحن هذه مصالح الدولة اللي يشوفها هو نعتبرها خاطئة تماماً المشكلة أنه يربطها بأن هذه مصالح نظام الإسلامي لا النظام الإسلامي ما يعطيش الحق إيران أن تشارك أمريكا في احتلال العراق وأن تشارك روسيا في احتلال سوريا هذا مثالين فقط لكنها مصالح للنظام الإيراني كنظام أنسى هذا إسلامي وهذا منشعال فكذا وهذا ما هذه كلها يعني بهارات فقط النظام الإيراني يريد أن يحافظ على النظام على الحكم ويريد أن يحافظ على مصالح ما يراه مصالح الدولة الإيرانية البقية شعبوية أدبيات خطابات آه نعم اللي صدقها هو هو مسؤول على تصديقها لكن أن نقول أن إيران ما أقدمت عليه أمس كان نصرحية فهذا لا ما يمشيش إذن الموقفين طبعا في نفس الوقت كان منقف آخر يقدس إيران ويعتبرها أن حامية المسلمين وأنها طبعا أفضل من أنظمة الخليج وأنها تريد القضاء على النظام الصهيوني وأنها تدعم الفلسطينيين من حيث المبدأ هذا أيضا مختل يعني نحن أمام طرفين طرف يشيطن إيران ويعتبر أي عمل لها أنه مشصح كاذب ومخاذع وماكر ومسرحية وطرف يقدس إيران إلى درجة أنه يعتبر كل ما تقوم به إيران صحيح وأنها وأنها هي لتدعم المسلمين وتحافظ على المسلمين وهذا أيضا مختئ تماما الحقيقة هي بين بين هذا الموقفين وهذا الموقف يأخذوه كثير من العقلاء بناء على وقاع وليس على خطابات أو أدبيات أو أخطعت إيران وارتكبت كوارث وجرائم في العراق أخطعت إيران وارتكبت كوارث وجرائم في سوريا أخطعت إيران أيضا وساهمت في الاحتلال الأمريكي في أفغانستان لي ليريد أن يعرف هذا يرجع يشوف نائب الرئيس خاتمي كان اسمه حبيبي صرح في 2003 أو 2004 قال لقد ساعدنا الولايات المتحدة في الإيطاحة بالنظام في أفغانستان وبالنظام في العراق برغم أن أمريكا يعتبرونها هي الشيطان الأكبر تعرفوا أن في أدبيات إيران أن أمريكا هي الشيطان الأكبر وفي أدبياتهم أيضا الموت لأمريكا الموت لإسرائيل الموت إلى آخره يجب أن لا نقدسها بعض الناس اللي قدسوا إيران برغم كل الكوارث اللي ارتكبتهم وأن لا نشيطنها عندما تقدم على أعمال أقل ما يقال عنها الدفاع عن حقوقها لماذا إسرائيل تقصفها ألف مرة في سوريا أكثر من ألف مرة وتقصف داخل إيران وتقتل لها علمائها وتقتل لها لماذا هذا هذا تربب إسرائيلي صهيوني مستنداً على الدعم الغربي إذا إذا نحن ما بين موقفين كلاهما في اعتقاد خاطئ سواء الذي يقدس إيران أو الذي يشيطن إيران إيران ما قدمت عليه أنها بهذه العملية بالفعل غيرت قواعد الصدار على الكائن الإسرائيلي والدليل أن الكائن الإسرائيلي لم يرد لاعتبارات أمريكية أساساً تراجماتية تعرف أن الرد سيستجوب برد آخر أمريكي ستشتعل المنطقة وإذا اشتعلت المنطقة فإن أكبر خاسر هي أمريكا ستخسر الأنظمة العميلة لها ستخدر المصالح لها روسيا والصين قد إذا بدأت حرب هناك الصين مباشرة يدعوا طيوان والروس ربما يدعوا أوكرانيا ربما يصلوا إلى بولندا ويصلوا إلى مكان أخرى يعني الولايات المتحدة تكون على جبهة مشتعلة هي الشرق الأوسط لن تستطيع أمريكا أن تخوذ ثلاث حروب في نفس الوقت لن تستطيع مع كل الإشكالات التي لديها إذن نحن أمام هذا الموقف وهو أنه هذا الموقف اللي قامت به إيران هو أنها كسرت الاستغوال الاستكبار الصيني اللي كان ضدها يبقى هذا دائما دخل في إطار مصالحها لكن لما جيت شوف أيضا جي أخرى حتى ولو كانوا كاذبين في نيتهم إيران تقدم دعم للفلسطينيين وهي أكبر داعم للفلسطينيين مع القطريين هذه حقائق إذن هذا هو المنطق هو الإنصاف ولا يجرم أنكم شلعين القوم على أن لا تعديلوا المنطق هو العدل في الأحكام الإنصاف في الأحكام طبعا هذا موضوع قد نعود له إذا ما كانت هناك تطورات لكن أعتقد أنه ستكون له تطورات من هنا إلى الصيف كيفما كان خاصة مع احتمالات أن تكون هناك أن إيران تصل إلى القنبلة النووية إذا سمحتوا لي نأخذ شوية وقت بالرغم من أني لا تريد أن نأخذ ساعة ونص لكننا سنضطر وأنه سنضطر ساعة ونص دعونا أسألكم هل تحبوا أن نزيدوا من الساعة المليا في الجزائري أو نتركوه للغد فيما يتعلق بالجزائر دعونا نرى دعونا نرى صدر قبل قليل كبرت الأوراق والملفات أريد أن أقرأ لكم من أحد الملفات مهم هل نشوف اللي رأى عندي هنا أريد أن أقرأ الألفاظ كما صدرت لكن يبدو أنه مهوش للأسف ليس موجود هنا المهم صدر في قرأت في إحدى جرائدهم وصدر في كثير من الجرائد أن ما يسمى برئاسة الجمهورية أردت على يريد المساعد يبعثولي رهما موجود في جريدة الشرور يبعث لي المقال نظن أن يشتوا هناك شفت في أكثر من موقع لكن نظن أن يشتوا هناك يبعثولي باش نقرأ منه العبارات بالذات وخص هذا الموضوع حتى يجونا النص كان عندي بالورق لكن ما لقيتهش الآن أن قالت الرئاسة الجمهورية أصدرت بيان وليس وزير العمل أو وزارة العمل أصدرت بيان قالت بأن ما فيش مس بالمنحة في الأيام الماضية هذه كان صارت ضجة أن المنحة التي ستعطى لمئات الألاف من الجزائريين ستوقفها أو ستزدلها شروط أو كان هناك إكلام كثير في مواقع التواصل الاجتماعي فما يسمى بي رئاسة الجمهورية أصدرت بيان وقالت فيه قالت فيه بأن هذا الكلام ليس صحيح ليس صحيح إطلاقا وأنها مؤامرة أنها مؤامرة ضد ضد تبون بطاعة الحالة قالوا مقلش ضد تبون طبعا يقولوا ضد الجزائر لماذا أصدرت ما يسمى برئاسة الجمهورية يعني هذا موضوع رهو دل المقلق رهيب هما أصدروا بش يكذبوا مواقع التواصل الاجتماعي مش حتى ما صدرتش حتى في قنوات ولا في جرائد ولا لا في بعض المواقع التواصل الاجتماعي على موضوع المنح طبعا موضوع المنحة نقدروا نتكلموا فيه للساعات لأن هذه المنحة ضررها أكثر من نفعها فيها بعض المنافع ولكن مظارها أكثر وهي أو من بين المظار أنتها أنها شيء تحافظ لك فقط على الحد الأدنى باش ما تبوتش من الجول الشيء الآخر أنه بلد هو عشر مساحة في العالم بكل الإمكانيات التي لديها وبكل ما يحتاجه يحتاج سكنات ويحتاج طرقات ويحتاج تخضير وتشجير ويحتاج بناء مدارس ومستشفيات ويحتاج بناء مصانع وبناء تكنولوجيا وبناء وتوسع في الفلاحة وتوسع في كل شيء بدل من أن يتم تشجيع الشباب على العمل يتم تشجيعهم على الكسل ومش فقط على الكسل حتى هؤلاء اللي يتم تشجيعهم على الكسل جزء منهم يحصل على ضريبة الكسل أو خلينا نقول الجزء تلك الكسل الجزء وجزء ما يحصلش مما يعني أن هناك رجال ونساء فتيات وشباب يروحوا يطلبوا المساعدة والاسترحام ويطلبوا هذو كنتا اللي يسجلوا تلك المنحة ويتقربوا منهم ويقدموا لهم ويقولوا لهم نحنانا مستعدين ويدلوا لهم الرشا ويمرت قدموا أجسادهم ومرت باش يحصلوا على هذيك المليون ونص قل من مئة أورو في نهاية المطاف نظلنا راهي في مليون ونص ولا مليون وسبعمائة الآن والله اللي هي في نهاية المطاف حوالي مئة وخمسين أورو ما تحيي ما تقتل يعني لكن مش هذا هو الإشكال الإشكال أنه يبدو أن هناك جهات أصدرت أو طلقت إشاعات قالوا بأن قالوا أخوة وصلني المقال عشنا قرأوا من عندهم العنوان منحة البطالة باقية ولا شروط جديدة إيمان كيموش 14-4 اليوم يعني نفت رئاسة الجمهورية أي تجميد أو توقيف لمنحة البطالة أو إجراءات جديدة لعادة ضبط شروط الاستفادة منها مطمئنة ما يفوق مليوني شاب جزائري بأن المنحة باقية ولا تغيير شروطها وأن مروج الإشاعات في هذه الفترة بالذات هدفهم المناورة والتلاعب المناورة والتلاعب والتضليل وخلق الفوضى أربع قضايا تتسمحهم تقول أكثر من الرد الإيراني على إسرائيل المناورة والتلاعب والتضليل وخلق الفوضى وشددت رئاس الجمهورية لاحد يعني اليوم أن المعلومات المظللة التي يتم تدول حول مراجعة مزعومة لشروط الاستفادة من منحة البطالة لا أساس لها من الصحة مؤكدة أن منحة البطالة إنجاز لا رجع فيه وأن شروط الحصول على هذه المنحة لن تتغير واعتبر بيان رئاس الجمهورية أن هذه المناورات في هذا الوقت بالذات والتي تفسح المجال للفوضى تستند إلى أخبار مزيفة تهدف إلى التلاعب والتضليل وتطمئن رئاس الجمهورية وفق ذات البيان بأن هذا القرار المهم يهدف إلى التخفيف عن شريحة من المجتمع تضم في أواسع من الشباب وهو إنجاز لا رجعة فيه أو لا رجعة عنه حيث لن تتغير أي نقطة تتعلق بشروط الاستفادة من منحة البطالة التي تتيح أيضا الحق للمستفيد منها في الضمان الاجتماعي وبطاقة الشفاء وكانت الحكومة قد خصصت عبر قانون المالية لسنة 24 457 ألف عفوا 457 مليار دينار أي أكثر من 45 ألف مليار سنتيم لمنحة البطالة التي أقرها رئيس الجمهورية قبل سنتين وسيستفيد من هذا المبلغ 2.3 مليون شاب وفق نص القانون كما رصدت الحكومة مبلغ 1859 مليار دينار ككل في إطار التحويلات لفائدة الأشخاص أي 45% من مجموعة اعتمادات التحويلات الاجتماعية 1859 يعني 15 مليار دولار وال 457 تعال بطالة تحويلات الاجتماعية كلها حوالي 15 مليار دولار بالسعر رسمي وال457 هي حوالي 3.5 مليار دولار تعطى فقط كمنح قالوا لـ 2.3 مليون شاب تخيلوا أن هذا 2.3 مليون شاب بدل أن تعطى لهم المنحة تعطى لهم وظائف وبدل أن يشعروا بأنهم يطلبوا واليد العليا خير من اليد السفلاء وبدل من أن يخلهم ما يموتوا ما يحيوا يفتحوا لهم مجال العمل يفتحوا لهم البلاد الواسعة يفتحوا لهم الأراضي يفتحوا لهم الزراعة الصناعة التكنولوجيا التجارة يفتحوا لهم هذا مش رح نتكلم عن الموضوع هذا لأن هذا موضوع طويل جدا لكن رح نفقط نجو هنا لكن حبيت نذكر به حتى الناس ما يتخدعوش بمنحة البطالة هذه ما يتخدعوش بها كثير إذن واش قالوا قال لك أن اللي رهم يقوموا بهذا العمل خلينا عاودوا نشوفوها بالعبارات انتحهم هدفهم المناورة والتلاعب والتضليل وخلق الفوضى من هم هؤلاء؟ الذين يهدفون لكل هذا المناورة والتلاعب والتضليل وخلق الفوضى من؟ في بيان ما يسمى بوكالة الأنباء قبل ثلاث أسابيع والأربعة أسابيع اللي أعلنوا فيه تسبيق الانتخابات قالوا من بين الشيء اللي قالوه قالوا أن هذا فيما معنى ما قالوا قالوا أن هذا التسبيق الانتخابات فاجأ حتى حلفاء النظام وفي عبارة أخرى قالوا أن يتحدثون على خوانة الداخل هذه العبارات وهذا الموضوع مرة أخرى يعطينا مؤشر واضح على خصومات داخل العصابات داخل النظام من هم الذين يريدون هذا التلاعب والفوضى وتضليل من هم؟ أكيد ما هو الحراك ولا الحراكيين أكيد ما عندناش أحزاب اللي قالوا هي تتنافس على السلطة وهي تثير هذه الأشياء مع عندناش جرائد ومواقع حرة وفيها أصوات حرة حتى تتفق معا وتختلف معا معناش رالي يكتب سطر في أو مرة يديلك لايك أو ديلك سطر أو ممكن يعتقلوه كل هذا أكيد في الحقيقة هؤلاء داخل العصابة في حداتهم داخل النظام هناك أطراف داخل النظام ترى بأن التابون لا يستحق عهدى ثانية ويقولونها في الصالونات يقولونها في لقاءاتهم الخاصة في صالوناتهم في المناطق وينتلاقاوا وينيفرحوا وينيسكروا وينيشربوا وينيستحوا يقولونها وحتى خرجوا واحد خرجوا واحد من أنصار تابون خرجوا واحد من أنصار تابون قالها بشكل غير مسبوق وره هذا اللي قالها اللي قالها هو سوفيان جيلاي سوفيان جيلاي خرج قبل أيام تعرفوه سوفيان جيلاي قبل أيام خرج سوفيان جيلاي في موقع موقع ممول حتى من عند لاناب يعني تعتيسها واللي هذا الموقع مع النظام مع الحكومة لكن في مفاجأة الموقع هذا يعرف بأنه لما جاب سوفيان جيلاي قال هذا الكلام ممكن يحبس له وهو أساسا يمشي بالبيبليسيتي إلا إذا كانت عنده مصادر أخرى من جهات أخرى لنعرفها لكن راح جاب سوفيان جيلاي وكان عارف واش قال سوفيان جيلاي وخرج واش قال سوفيان جيلاي سوفيان جيلاي لمن لا يعرفه ربما المساعد يبعث لنا الآن إحدى خرجاته خرجاته اللي كان لما كان يتلقى تبون ويخرج يدير تصريحه وقال تقيت الرئيس إلى آخر أتمنى على المساعد أن يرسل لي فيديو خاص بسوفيان جيلاي من لقاءاته اللي يدرها مع تبون التقى تبون على الأقل مرتين وربما ثلاث مرات لكن مرتين خرج في القنوات وتكلم كان يمدح في تبون مدح كبير جدا مدح شديد جدا واعتبروا المنقذ على البلاد وكلام كثير لكن قبل حوالي عشرة أيام خرج وقال بأن تبون دار بعض الأشياء معقولة إلى آخره لكن خلاصة ما قال أنه ما يصلحش باش يروح لعهدة ثانية وأنه مش رح يجيب جديد وأن عهدة ثانية رح تكون خسارة على البلاد وأن مجال الحريات ومجال الإعلام ومجال كان سيء جدا واا 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 كلام كثيرين تفاجأوا قالوا كيفاش يقول هذا الكلام طبعا صفيان جيلالي مهوش معروف لبس شجاعة ولا بالتحليلات ولا حتى بالقدرة على أنه يدافع على وجهة نظره بحق صفيان جيلالي في الفترة الأخيرة حركات الدياريس تعتوفيق وكانوا في هذيك مش عارف داروا ما يسمى بجيل جليل جديد إلى آخره وهو من زوار القنصليات والسفارات أعترف هو بذلك في إحدى تدخلاته يقول اللي التقى المسؤول فلاني من السفارة الفلانية مسؤول فلاني وذكر حتى مسؤولين عسكريين في سفارات غربية في الجزائر مفتخرا والفيديو موجود فهو معروف أنه من زوار القنصليات والسفارات وبالمناسبة على ذكر زوار القنصليات والسفارات هذه فقط بين قوسين اليوم راجت أخبار اليوم وأمس راجت أخبار من أن أحد المناصرين لتبون وأحد المنظرين للبنديسية السكتمبرية وحاشة على نوفمبر وحاشة على البنديسية أنه اعتقل وهو قادم من عمرا كان يدير في عمرا يطلقون هذا الشخص ممن أطلقوا أكذيب كبرى ممن ساهموا في محاولة تكسير الشعب الجزائري ممن نظر لموضوع الزوارف ما الزوارف إلى آخره إلى آخره كل هذا الخزع بلات ومن بعد يذهب إلى عمرا لـ impossible أن الدين أصبح تلاعوب يعتقدون أنهم يتعاملون مع ربي يُعتقدون أنهم يتعاملون مع ربي يستطيعون أن يخدعوه يعني يذهب إلى عمرا يطول عمرا ويسطل عزيزي قبل إن رقع المناكر في الدنيا وبهود أخر行 إلى عزيزي قبل عمرا و MIX وكأن الله ran هذا يعني حاشة الله إنّه إنسان يستطيعون استغفاله فالمهم اعتقلوه على ما قيل أمس أو اليوم ما يهمنيش هو كشخص إنما اللي همنا في الموضوع هذا هو أن هذا لعب دور رهيب في تقسيم الشعب الجزائري في أيام القايد الصالح في شيطنة بعض الحراكيين ولا أقول كل لكن بعض الحراكيين الأحرار الشرفاء كان يشيطن فيهم في إلقاء تهمة الإرهاب في إلى آخره وكان مع تبون ومن المقربين منه إلى آخره كان طامع باش يعطله منصب لكن لما تغير الفريق مع طوله مش منصب بالصحب قا يسافر ويدخل ويخرج ويتكلم ويدافع للنظام ويدافع للشينغريحة ويدافع إلا أنه كان من زوار السفارات السعودية والإماراتية لما الآن تحركت خصومتهم مع الإمارات رجعوا للملفات هم عارفين كل يكن يزور السفارة الإماراتية والسفارة السعودية وأنا بشكل عام أقولها من هنا ولا أي شخص على استثناءات قليلة أي شخص يروح عن السفارات أو القنصليات دون أن يكون لديه القنصليات ربما يبحث على فيزا أو ممكن لكن السفارات ليزوروا هذا زوار السفارات من حيث المبدأ نتكلم عن الجزائر من حيث المبدأ التهمهم في وطنيتهم خاصة مع نظام متهاوي ومتصارع وجنيرالات نصف الحبس إلى آخرين فأولت هذه السفارات تجيب الجواسيس وأنا نتكلم هنا على كل السفارات نتكلم على الناس اللي يروحوا يزوروا السفارات السفارات في بلدان العالم عموما دور السفارات جزء منها هو أن تصنع جواسيس تصنع ديزانديكاتير تصنع عملاء تصنع اللي يجبونها الأخبار هذا معروف كانت عندنا سفارة في ليبيا وكان كائن لمكلفين بهذه العمال فالغالب يكلف بها المكتب الأمن كما يسمى وكل السفارات في كل أماكن في العالم عندها مكاتب أمنية ومرت حتى الديبلوماسيين العاديين يقومون بهذا الدور اللي هو تجسس صناعة عملاء يجيبونهم ناس أخبار إلى آخره فلذلك أنا أنصح أي إنسان حر أن لا يقترب من السفارات شوفوا إخواني هنا منذ 28 سنة أكثر من 28 سنة وأنا ديبلوماسي يعني أنا كوني نتعامل مع سفارات ولا مع صفارات ولا ديبلوماسيين نعرف فيش نتعامل لأنني مارست الدبلوماسية قريت الدبلوماسية عندي خبرتي عندي والله ما دخلت سفارة يوما اللهم إلا السفارة الليبية لما سقطوا قذافي رحت باش طلبت فيزا لأنني كانت دخول إلى ليبيا لازم لك فيزا فرحت باش طلبت فيزا إلا السفارة الليبية خذيت منها تأشيرة رحت لبقونسولية قالوا لي رحي مغلقة وقالوا لي رحي كين مكتب داخل السفارة أو بجنب السفارة أو منش عارف وين فتروح هناك يدروا لك التأشيرة فرحت فرحت جب التأشيرة مع أني جاتني عشرات الدعوات خاصة لما خرجت في البداية ومن بعدها لما يعرفوني دبلوماسي سابق يحب يتواصلوا معاك يحب يعرفوا وأنا ناشط على في الإعلام وناشط صحة الإعلامية وناشط في في معارض العصابات يحبوا يتقربوا يعرفوا عمري وليا قبلت أي دعوة من أي سفارة من أي جهة فأنا لا أفهم وش يديروا الناس في الجزائر أو في غيرها عند دخل السفارات فعموما هذا اللي إذن من زوار السفارات تنتعى الإمارات والسعودية هم لقوا عليه القبض ممكن يعتقلوه محتمل جدا ويحقوا معاه وأكيد رحين يلقوا بلاوي وبلوي كبير جدا لأن الإمارات كانت سيروا افتجاه معين وهي السعودية لكن بش رحين يجيبوا للملفة السعودية لأن السعودية رم صحاب معهم أو على الأقل لم يكن في خصومة لكن الخصومة رحين مع الإمارات قد يأتي وقت وربما نعلقوا على الموضوع أكثر لكن أنا جبدت لما ذكرت أن هذا سفيان جلالي أيضا هو من كبير زوار السفارات ومعوش بقط من زوار السفارات البسيطة هاو هنا تببوني يستقبل سفيان جلالي ها هي واحدة منهم استقبل رئيس حزبي جلدتي الجديد سفيان جلالي مشكلة حول قانون الانتشابات وكذلك طرقنا إلى عدد من الملفات لتهم الجزائري لقضايا يومية حول البيروقراطية مشكل تعامل مع الإدارة مشكل الاستثمار في الجزائر الاستثمار على الشباب لكن التطور إلى خير فلازم بسرعة نخرج يعني من ترتيب الأمور السياسية ويكون حقيقة برلمان يمثل الشعب ثم بعد ذلك حتى المجالس المحلي هنا في مكان آخر في لقاء آخر المواقف لدولة الجزائرية في كل ما يدين في التسيير العام في الاقتصاد في محاربة الفساد في الفتح لوسائل الإعلام إلى خيره فكان الحديث مطول المهم هو أنه الفكرة أنه حان الوقت باش يكون تبدل للرأي والدفاع على وحدة الوطن وعلى المساهمة يعني في بناء مجتمع ودولة قوية هذا الذي كان يستقبله تبون وكان يعتقد أنه ربما يعينه حتى رئيس حكومة إلى آخره إذا خرج وهاجم العهدى الثانية وقال ما لازم تبون يروح لها وأن الأوضاع سيئة جدا وأنه ليس سيقدم ولا شيء جديد و بشكل كبير طبعا سفيان جلالي لم يكن يقدر يخرج وهم تواجد في الجزائر ويهاجم تبون ومعه شنغريحة شنغريحة هو الذي يبدأ يتبون للعهدى الثانية ومعه جنرالات آخرين إلا أنه تلقى ضوءا أخضر من جهة عندها ثقل ما هي هذه الجهة بتاع الحال لأنه صحيح تقول من هي هذه الجهة هذا هو سؤال المنطقي هذه الجهة هي ما يسمى ديرس ديرس قديمها وجديدها ديرس قديمها وجديدها يعني ديرس تعتوفيق توفيق أنشأ ديرس ولما أخرج صاحبهم قال السوسة المتسوسة كان يقصدها ديرس متواجدة في كل مكان وصنعت أسماء وصنعت أفراد وصنعته يقدروا يتقلبوا يبدلوا اللون يبدلوا مثل الأفاعي يبدل لونها لنحناش يبدل لونه أو يبدل جلده أو لكن عندما تصدر تعليمات من عن التوفيق و لدائرة تعتوفيق يحركوا هذه العملاء فهنا سوفيان جلالي يخاطر بأن يتم اتهامه أقل شيء يقدروا يبدلوه هلوة مثل هذا الذي يعتقلوه اليوم وعارفين أنه كان يتجسس للإمارات يقدر سوفيان جلالي يعتقلوه بأنه كان يتجسس لبعض الصفارات وسوفيان جلالي من الناس اللي يزوروا الصفارات باستمرار وهو كما قلت هو كان يعبر عن ذلك يعني أو المساعد اللي يلقى الفيديو الآن يقدر فيه وين يتكلم سوفيان جلالي أنه تلاقى مسؤولين كبار من صفارات فلانية وكان يفتخر كان فيه لقاء داخلي داخل الحزب التاع فأقل شيء يقدروا يجيبوه له تهمة وتهمة صحيحة يعني ما همش بس خصومه تهم بالبعض لكن فيما يتعلق به يقدروا بحق يجيبوه باللي كنت تدي معلومات وتتجسس مع السفارات طبعا لا أتمنى أن يقوموا له بذلك لأنني أصلا لا أتمنى أي واحد يسجنه تسجنه هذه العصابات ما كاش قانون ما كاش قاضي حقيقي وبمعنى نندد بقاضي التليفون فسنندد دائما بقاضي التليفون في كافة الظروف لكن اللي همنا هنا لماذا يخاطر هذا الشخص اللي هو لما صارت الانتخابات البرلمانية جاب حوالي خمسة لاف صوت والله حتى أقل من خمسة لاف صوت واللي جابهم هو شخص في الواد معروف فالناس انتخبوا عليه كان هو عضو في حزبه الحزب انتعو لما صارت الانتخابات سحق سفيان جلالي كان يظن بأنه راح يجيب على الأقل يجيب كما بن جرينا ولا يجيب كما جمعة حمص ولا يجيب حتى كما الارندي اللي هما كلهم جابوا أقل من واحد في المية مع هذا الأفلان اللي جاب واحد ونصف في المية لكن ما جاب جاب سفر فاصل سفر فاصل سفر ثلاثة اللي كانت عبارة عن ربعالاف أو خمسة لاف صوت وأغلبها جابها واحد من واتسوب ما زلت أتذكر ذلك فطبعا هذه هذه كانت بالنسبة له صدمة كبيرة لكن مع ذلك هو يعرف أن الانتخابات في الجزر مش هي اللي توصل الرايس يعني تببون وصل بالانتخابات أو وصل بالدبابة بودفليقة وصل بالانتخابات وصل بالدبابة وأقل شي إذا ما يوصلش رئيس يكون رئيس وزراء يكون وزير يبدو أن الجماعة التبون والجماعة هناك عرفوا علاقاته عرفوا لأنه مهم في الصالونات ويتنقلوا بعضهم مرة يتجسوا على بعضهم وديري لهم كلهم أبس تعتجسس إلا رك في الجزائر عرف باللي يقدروا يتجسوا على تليفون تاك في الغالب لما يتجسس عليها فقط لكي نذكر إخواني هو الواتساب أكيد لا يتجسس التليجرام الفايبر هذا لكن إلا تحضر في التليفون أو إلا تبعث المساجات بالتليفون هذا يعني يتجسس عليك وإلا تدعوا لك التليفون يمكن أن يدعوا لك فيها أب يتجسس عليك لكن عندما تدعوا لك ما يقدروا لكي لا يخوفوا للناس وهذه حقيقة لكن خرج وخاطر وخروج كان صدمة لجماعة تبون خاصة أن كانوا حسبين على الأقل فيما سبق أنه كان مع تبون وانتقد تبون بشدة وقال لما كان له عودة ثانية صراحة فيما قال أن تبون لا يصلح لعودة ثانية هو حتى شكره شوية قال لعودة ثانية أدى بعض الأشياء إلى طبعا كان كاذبا وأنه ما يصلحش لعودة ثانية تبون ما يصلحش باش يدير بلدية ما هوش عودة ثانية ما يصلحش يدير بلدية لمدة شهر وليس لخمسة سنين للجزائر فهو فيما قال في مضمون ما قال مجمل ما قال لم يكن مخطئا لكن لم يقول هذا لا من ناحية النخوة والشهامة وحب الوطن والمبادئ أبدا إنما حركته الدياريس قديمها وجديدها يقدر واحد يقول لي آه طيب صحيح الجديد انت على الدياريس أنا شفنا جبار مهنة يضحك ويبتسم ويسلم مع تبون وتبون يعانقه وشفنا ناصر الجن اللي هو عبد قادر حداد اللي رح يتعين رسميا دي جي اسي في الأيام القادمة رحين يعينوها وقالوا تبون وجد روحك شفناه أيضا تبون يقول لي وجد روحك ويبتسم معاه إلى آخر آه نعم تبون ما هو هو اللي يصنع آه الجنيرالات مش هو اللي يعين الجنيرالات وحتى هذيك نتعى وجد روحك هذيك غير شغل واحد يدي البشارة أو شنقريحة رح يعينك مش تبون يعين الجنيرالات تبون مرات تبون ما يقدرش يعين السطاف نتعوه وليزم يمروا على شنقريحة فما بالك بأن يعين الجنيرالات على أس المخابرات الخارجية والداخلية يقول السؤال إذن لماذا شنقريحة الذي يريد أن يأخذ تبون إلى عهد ثانية يقبل بجبار مهنة وبناصر الجن ويستقدر ينحيهم آه يقدر توازنات داخل النظام لا تسمح له بذلك كان تبون أصر بشدة على شنقريحة أن يطيح بجبار مهنة في نهاية جويليا وكاد شنقريحة أن يطيح به لأن قنعوا تبون والمجموعة اللي مع تبون قنعوه لكن في آخر لحظة قالهم لا التوازنات وزاد ذاك الوقت صدر قرار الإيدانة من المحكمة السويسرية ضد المقبور نزاري إلى آخر قالهم لا مش الآن جماعة التوفيق الدياريس القديمة والدياريس الجديدة المرتبطين بتوفيق والمرتبطين حتى حتى لو كان يختفي توفيق غدا كان هذا السيستم راح موشود هذون معترضين كان بعض الأصوات اللي راح مرتبطة بهذا الدياريس قديمها وجديدها راح تخرج وتسيب في تبون وربما البعض يعرف اثنين او ثلاثة منهم لأن قالوا لهم سيبون ولكن اللي كانت مفاجأة هو أنهم دفعوا سوفيان جلالي اللي مش معروف عليه الشجاع مش معروف عليه الوضوح مش معروف عليه المبادئ والقيم دفعوه بش يخرج ويقول إما لأنه اقتنع باللي يعطاوله حماية أنه ما يتمسش أو دارها في لحظة كامي كاز يقول لك يا مش رح يدير ومش رح يسجني ومش رح لا شنجريحة ولا تبون مش رح يوقفوني لكن احنا اللي يهمنا في كل هذه النقطة هو أن خرج واحد في الداخل كان مرتبط مع تبون وكان يقدس في تبون وكان يمدح في تبون وكان يهاجم فينا طول الوقت لأنه قلنا تبون ما يصلحش والنظام العسكري ما يصلحش والانقلابات ما تصلحش واللي يصلح هو دولة الحق والقانون واللي يصلح هو الشعب يتولى أمر بلاده ويختار من يحكمه وأن بطون الجزائريات ما عقرتش باش تجيب أحرار يحكمون البلاد أو جابت أحرار يحكمون البلاد فكان هو يخرج ويهاجم ويقول لك هؤلاء متطرفين ويريدون الفوضى للبلاد ويريدون هاهو الآن يقول جزء مما كنا نقوله على تبون بأنه ما يصلحش هو قال ما يصلحش للعهدى الثانية وقال أن في العهدى الأولى فيها واليها مما يؤكد مع هذا البيان اللي يصدر اليوم انتع المنحة مع تسبيق الانتخابات يؤكد كلها أن الساكاكين سحبت من أطراف كثيرة داخل النظام لا تنسى ولا تنسين أن هذا النظام رأى عنده ربعين جنرال داخل السجن مهم جنرالات عاديين ثلاثة أربع منهم كانوا حكام البلاد قاعد ناحية الأسكرية الأولى قاعد ناحية الأسكرية الثانية قاعد ناحية الأسكرية الرابعة ثلاثة من قيادات الدرك قاعد الشرطة الأول قاعد الشرطة هذا فارد بن الشيخ اللي قبله الهامل قادة المخابرات الداخلية قادة المخابرات الخارجية كبار جنات اللي كانوا معا قاعد صالح طبعا هذو اللي محظوظين راهم ما زالوا في السجن البعض راهم في القبر وربما واحد أو اثنين منهم محظوظين راهم في الخارج شنتو في قائد ناحية العسكرية الأولى وبالقصير قائد الدرك الباقية ثلاثة ولا ربعة أكثر دخلوا للقبر مفتاح صواب العروسي الشواقي إلى آخر وكبار جنيرالات فنظام لدي هؤلاء الجنيرالات بعضهم هارب وأغلبيتهم في السجون ولديه وزراء ورؤساء وزراء وهذه كلها صراعات إنها نوع من الحرب الأهلية داخل النظام الجزائري كنت علقت وكتبت مقال لما بدأ أنا ذاك الإطاحة بكبار جنيرالات المخابرات في 2013 بعد اتفاقية المؤهدة السرية تعفال دوغراس في 2013 سميت المقال حرب أهلية في هارم السلطة الجزائري طبعا بعض البساطاء خافوا قالوا هو يقول علينا حرب أهلية ما فهموش بلنا نتكلم عن السلطة حرب أهلية في هارم السلطة الجزائري أدت هذه الحرب الأهلية أنا ذاك إلى إقصاء كبار جنيرالات تعديار راس وسجن واحد منهم مقارنة معاوش راح ساير الآن هذه كانت بان قطرة في بحر الخصومات والسراعات اللي راح يموجود اليوم الحاجة الأخرى اللي متخوفين منها هو أنه شنغريحة مريض وحالته الصحية سيئة جتني معلومات أنه عنده سرطان وربما السرطان في أوضاعه ربما متأخرة ربما ما زال مش متأكد مئة بالمئة لأنني أحب يكون عندي أكثر من مصدر مرات حتى أكثر من ثلاث مصادر أو أربع مصادر فقضية التسبيق الخوف من أني موت شنغريحة يجيلي بدله زي تتخلط أكثر وربما يتم الإطاحة بتبون وبمن مع تبون للأسف تمضي الأيام بتاع الجزائريين في صراعات الأجنحة في وقت الناس راه تفقر أكثر راه لا تجد عمل أكثر راه يعني كنت حاب نوري الكوارث أنت اللي صرعت في الجنوب تصولها جزء غدا إن شاء الله الكوارث يعني لا تستطيع أن تتصور أن تسقط أمطار في الجنوب فإذا بالناس تغرق تغرق بأتم ما تعنيه الكلمة في هذا الوقت يستمر كبار العصابات في صراعاتهم وخصوماتهم وشوف شوف هنا شوف هذا في الواد هذه كانت تغرقت غرقت أيضا بكل ما تعنيه وسقطت بيوت الناس وفي صور مؤلمة جدا هذه ورقلة أغنى أغنى ولاية في البلاد ولاية في البلاد أحوالها وأنا غرقتنا أغنى ونات بني مني مني من فيه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ثلاثة ارباع الناس في ورقلا يعيشون حياة مرة بعضهم في الصفيح في القصدير بعضهم في بيوت منهارة وقصبة تا ورقلا هذه ما قلتش تشاف نهيك على انهم يعيشون اصلا في مدينة فيها اكثر من خمسين خمسين ثاكنة خمسين ثاكنة هاوا العبث بالبلاد طبعا كانت المياه في توقرت وفي الواد وفي ورقلا وفي اماكن كثيرة في الجنوب غرقت الجنوب هذا كالناس تحل الامطار تفرح تحب تدير اعراس على جال سقوط المطر لأن الناس يحتاجوا المطر فاذا بيها اصبح كتاح المطر تغرق وكاين مباني ابنهم يعني بالاك في اللايف القادم نوري لكم اكثر مباني ابنهم عملي فات وقبل عامين وانت على بوس وانت مراكز كل شرق اذا في وضع اجتماعي مزري في وضع اقتصادي بائس بلاد مغلقة ضرب مملوئة بالبلاد مخاطر داخلية وخارجية تعاود الصراعات تظهر الى العلن بالمناسبة حتى اعتقال هذا الجاسوس اللي اعتقله اليوم هو كرد فعل ايضا لانهم يعرفوه انه قريب من تبون وربما حتى ربما يوصلهم هذا الشخص بان تبون كان على تواصل مع السفارة الاماراتية والسعودية لا استبعد ذلك اطلاقا سنعود لهذه المواضيع سمحوني طبولت عليكم رانا في اكثر من ساعتين فخالص اعتذاري وغدا ان شاء الله لنا لقاء حياكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته